ما تخافش على الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة بين التهجيس والتدليس والتضليل هلا هلا على الإعلام إبراهيم أهلا بك يا شمانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة التي تحمل الرقم سبعمية سبعة وسبعين تلت سبعات في مسيرة ملك وكتابة مع حضراتكم في حلقة يبدأها المهندس عدلي بكثير من التدليس والتلبيس والتبليس كمان حط بقى أي إيس في الحضوح هلا هلا إنه ما هي هلا 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 شوف إحنا مش عايزين لأن الناس بقيت فاهمة وشايفة مش درون نشاور بالإسم إلا زطرين يعني لكن الناس من كتر ما بتعبتها هتعرف 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 رأيينا لا لا إحنا حنقول لكم النهاردة كلام وتحليل وش وجديد وفكروا فيه وبعد ما تفكروا فيه شوفوا وصلتوا لإيه واتفقتوا على إيه وبإن الله مش هتختلفوا على حاجة إبراهيم مش هنختلف لكن خلونا مبدئيا نتناول أبرز عنوين الحلقة مقالي ومقاله إعلام الفوتوشوب وفي الغربال ونعمة الفشل وبعد ما تلسانه الحاوي نقض بطئيته والشموع الحمراء عن علي بيك أبو الفتوح وفي أسرار الملك النفاثة وأخيراً مجلتنا تفكر وتحلل الأمور طيب هندخل أكيد في التفاصيل أتكلم ولا أستنى اتفضل ايه لكل ما تتكلم تقولي طيب بقولك عندنا وقت خش أستاذ برعيم أنا أراقب الأمر وأندهش جداً 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 ما في مجال للنادي الأهلي إلا وكان هناك اقتحام وضرب ومحاولة للتكسير فيه أي مجال للتكسير للتكسير والتضليل والتدبيس والتدليس والتلبيس وقلنا كل الإيستيلي في الدنيا أستاذ إبراهيم لما تنظر إلى مثلاً تجربة النشئين فالموسم ابتدى بالنادي الأهلي بشكل مرعب كان معامل بقى من نشئين بعد كده كما أي يعني ابتدى الدفع بهم وبعدين استكملة فكان عندك أحمد عبد القادر كريم فؤاد ثم محمد عبد المنعم وكوكا وكوكا وإحمد نبيل كوكا وبعد كده أحياناً في ذات التوقيت تم الدفع بزياد وبعدين كان القرار عندما قرر النادي الأهلي الاستفادة أما وقد أقصيطة من الصباق ونقول أقصيطة ونثبت كيف أقصينا فاعتمدت عن النشئين في المقابل المنافس وهذه حقيقة اعتمد على النشئين في الدور التاني نجحوا معاه لحد مقبول جداً ولكن عندما قرر الزمالك أن يعتمد على النشئين بشكل كامل في أخذ ثلاث مباراة تعادل مطشين وخسر مطش وكاد أن يفقد الأول في حين أن النشئين اللي ابتدى يتقال بس قطاع النشئين مش ده الكواليتي وده الكواليتي برضو أو اتخذوا لما لاقوا أنه في قطاع نشئين يستطيع أن ينفرز لما لاقوا مصطفى شوير الله حمزة علاء الله ده عندهم جوانا هم ما اللي بيحي يجيبوا جوانا من بره ليه إذن هذه فقه ده طب علي لطفي طبعا مش محتاج للتقييم لأنه الحقيقة تجاوز هذا الأمر طيب النهار ده لما تيجي تشوف كريم فؤاد وكيف تبت أقدامه محمد عبد المنعم وكيف تبت أقدامه وبعدين الباكلفت محمد شارف يقب لي ولا أحس محمد أشرف محمد أشرف يقب لي ولا أحس يعني بلاء حسنا فخري اللي في كل أداءه يجد من هناك من يقلل من أداء لاعب لما تراقبه مراقبة جيدة في مهام المنصب تجده أداءه بامتياز دفاعا وهجوما وصنع العاب تكتيكيا اتحدث تكتيكيا لأنه هو يستطيع أن يكون هدافا لو لو تلك الجرأة أو كان ده متاحا له أن يصوب هو بصوب صنع العاب أو صنع العاب دافع أيوة دافع مرر نسبته في التمرير ونسبة سلامة التمرير عالية جدا نعد وإذا لعيب يستحق أن نتوقف أمامه ونحلله زياد طبعا خلاص الناس اتكلمت فيه أحمد السيد غريب أحرص ثلاث أهداف وصنع هدفين أحمد عبدالقادر خلاص يعني جاوزت التقييم لدرجة أنه بيقوم أو يقيم الآن أنه ليه بتنزل عن مستوى معين مش ليه أنت مبشر ودي برضه يعني هيحتاج وقفة مع نفسه فيها إذن هم دول اللعيبة اللي عملين يقولون أحمد نبيل ميدو نبيل لعب خط الوطن شرقية ميدو صيرق أنتوا عايزين إيه أحمد السيد عبدالنبي لعبه أثبت وجوده رعفة خليل رعفة خليل اللي هو 2004 وشارقية مش عارف 2003 ولا إيه دي لعيبة مش عاج بحد لكن لما يلعبوا ما خش فيهم غير جن واحد في ماتش طلع الجيش يعني هو بالسنتيمترات القتلة يتحسب ضدك بالسنتيمترات القتلة يتلغي لك لو السنتيمترات دي بما يرضي الله أو تحيزت قليلا أو يا أخي أعطيت بالمعيار السليم بتاعها لفاز الأهل بالدور العام بالسنتيمترات دي على الأقل على الأقل يا أخي ماتش طلع على الجيش دا الواحده كان يحطك تاني تفارق نقطة لما تيجي تحلل بقى الأرقام أستاذ إبراهيم عشان أما تكتشف أن الأهل أقوى هجوم أقوى تفع وطبعا هيبقى أكبر فارق من النقاط الأقل خسارة فتيجي تبصت تلاقي إيه إن أنت ضع منك الدور ضع منك في الدور لإيه لأنك تعادل حوالي 11 مباراة رقم كبير جدا إذن أنت 11 مباراة دول لو فزت في 5 منهم أو 4 كنت كسبت الدور تم تيجي نشوف من التعادلات دي ضع منك كم نقط عشان اللي بيقول لك أصلحنا وحشين ما تعدوش أنا مليش دعو اللي تجملوا المنافس خالص أنا حقول من المتشاط اللي تعدلناها دي كان كيف أهدر لنا حقا وانت عامل الإحصائية دي انتظرونا عشان هندلل على كل كلمة إذن معلش واحدة واحدة والنبي بضع نيجي في حتة الإحضار المالي العام آه إيه التدليس والتضليل بقى هو أنا أتحكم علي وغرامات من الاتحاد الدولي نتيجة تعقوداتي وعدم إعطاء الحقوق وإفسخي للتعقودات اللي الناس أنا على القال بسوي مستحقاتي عشان ما حد شرف على قضية وبوصل لكمبرمايز سيب ونسيب ودي كده لكن غيري يفسق ويدفع غرامات ويدفع شهور الجزائية وإن ما دفعش ترفع عليه قضايا ويخسارها وبتاع لكن لا هذا ليس إهضارا للمال العام مع أنه ده إهضار المال العام لأن أنا بغسر من فلوس الرعاية غيري بغسر من فلوس الدعم محدش بحسبه لو أنت راجل مظبوط بقى اطلع اعمل المقارنة وقول لي هتوصل لإيه بس أنت مش هتعمل كده لأن أنت عايز تنفذ الخطة اللي بيتقلك عليها وهذا دائبك عندما تحدث الفتنة بين مصر وأشققها بخبر متسوس ولا تحسب اعمل اللي أنت بدالك بعد كده هل هل على الإعلام ويطلع اللي لحم اكتاف من هنا وكالعيش هنا واندسه ودلسه وادع الإخلاص مع المهندس محمود طاهر عشان يطلع مرة يقول لك الملطقة الدافية ومرة يقول لك اهضار المال العام ايه ده بتبصوا في المرايات ازاي يا أستاذ إبراهيم الأمثلة كثيرة وأنا عايز أعتقد أنتوا على السوشال ميديا هتقدروا تعملوا إحصائية بالخسائر هنا في آخر 4-5 سنين المادية وأهضار المال العام الحقيقي وهنا حتى في اللعيبة انت جبت كام لعيب وكام لعيب مشوا وعوضت فلوس قد ايه وخسرت قد ايه وغير خسر ايه في قضايا مرفوعة صحيح صحيح أنا بتكلم لأن في نقطة تانية يعني اتقالت برضو من باب التدليس والتهييص لكن مش هنرد عليها نتيجة أنها حسمة نفسها صحيح الرعايات والكلام ده مش هنقول دي أصلها يا سيدي روح ما تقولش شمعنا روح جيب روح جيب ما تقولش شمعنا لا حد شبدي حد لأ ممكن ده دوله لأن حيساعد حيساعد ما هو بيتساعد بقاله كم سنة واخد بالك فمعلاشي ومش هنقولش معنى احنا بنجيب لأن دي مكانتنا وانت جيب لأن دي شطرتك يا سيدي اتشطر وجيب ما تقولش شمعنا وزيما انت بتقول مش هتسيب حد يحط فوارق احنا كمان مش هنسيب حد يزعم عدم موجود الفوارق ومش هنسيب حد بيهاجم النادي الاهلي لا بالباطل لا مش هنسيبه لأن دي مسئوليتنا امام التاريخ احنا بعد كده خلاص اللي عايز يعني يعني احنا لانه حسب الا من ضمائرنا والله سبحانه وتعالى فانت عايزين تقولوا نتكلم ارقام قدام ارقام لكن نسيب الامور المطلقة كده السادس ابراهيم ماينفعش وفيه هناك كلام تاني واخد بالك اللي بتكلمه على الشفافية وفين 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 طب يسمع بس موانس هي حكوم يقل ايه هنسمع كلام كتير لكن خلينا في البداية كما تعودتوا ضربة البداية مع مقالي ومقاله اعلام الفوتوشوب وفعلا الفوتوشوب لانه ما من مناسبة الا تكتشفوا ان اعلامنا على قدر عالي جدا من الهشاشة كبير وصغيره واللي اشار اليه المهندس عالي الناس كانت وصل من نبيا لما تبتدي دي انا لا اعامم انا بسلط على نمازج محددة اما في اعلام شريف وجميل حتى بينتمي الى معاشكرات لتشجع الاهلي لكن ساعة الحقيقة بينباري وبيقدمها منضبط ولنا في الاستاذ محمد شبان وغيره كتير ناس منضبطة الفكرة انك انت المدرب يمشي من النادي الاهلي تبصت له مبدئيا حد يعمل تصريح فوتوشوب وينسبه الموقع وينتشر قال ايه ريكاردو سوارش قال وقال وقال ولا الراجل قال ولا الراجل عاد ولا فيه ازمة ولا فيه مشكلة ريكاردو سوارش زي ما انتم تابعتوا خلينا اقولكم في الاول انه مجلس الادارة وجهه للشكر وقال انه مجلس دارة النادي الاهلي وجه الشكر لريكاردو سوارش المدير الفني الفريق الاول لكلة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تتولى فيها المسئولية واكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بزله سوارش ومساعدوه ومحاولاتهما التي لم تتوقف عن بذل اقصى ما لديهم سواء في التدريبات او المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الاداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة وهو ما يقدره النادي ومسئولوه وفي اطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ونظرا لبعض المعطيات تم اليوم اللي هو في يوم صدور القرار انهاء التعاقد مع سوارش ومعاونيه بالتراضي وعبر مجلس الادارة عن تمنياته لون بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة ده فك الارتباط بهذا القدر العالي من الاحترام والتأدير ريكاردو سوارش سوى اموره المالية مع النادي الناس اللي بتتكلم انه خد 3 مليون دولار وخد 5 مليون دولار وخد 6 مليون واهدر الملعام كل ده فيك وكلام مالوش اي اساس من الصحة تشبت مالوش اي اساس من الصحة عايز اقولكم انه لما الجزائر اللي اشار اليها المهندس عادلي انه يطلع حد يقولك ازاي وهو ده صدقوني في اطار الحاملة على الاهلي والضغط على الكابتن القطيب ومجلس الادارة خلصانة فيتقال ازاي النادي الاهلي يهدر 3 مليون دولار و4 مليون دولار وتسمعوا الحزبة الغريبة زي ما المهندس عادلي قال طب ما تيجي تعمل الحزبة على الكل ما تمتلك الحد الادنى من الشجاعة والمسئولية والامانة والموضعية والمهنية وتحسب الكل وتحسب بالحقيقة بالحقائق وبالارقام واقول الاهل غلطان لانه انفق كذا 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 بالحقيقة بس غيره عملية لكن لما مش تغض الطرف تعمل عين تماما تماما عن وقاع وحقائق النادي الاهلي لما جاب ريكاردو سوارش ثبت وفقا لما توفر للمجلس من معطيات زي ما قال الظروف عكسته ومعادش من المناسب انه يكمل اتخذ قراره اللي انا شايف فيه قدر من شجاعة تصحيح الموقف ده مش صح يعني فكرة ان انا مدرب يثبت عدم مناسبته او عدم ملأمته بدري ده مش صح لكن ده بيحصل في كل حاجة حتى في الدورة الانجليزية ولسه حصل الاسبوع اللي فات بدري اوي فيه فريق بيستغلي خلاص انت ثبت لك ان المعطيات اللي توفرت لانه في الاول وفي الاخر هي تجربة انسانية محدش يملك ضمانة كاملة للجعلة طبعا شوف يا ساز إبراهيم طول عمرنا بنقول ايه الحكم اللاعب المدرب الاداري هو بشر يخضع انه يبقى انسان يبقى كواس النهاردة ومش كواس بكرة ويامى وانا قلت وشبهتها بالزيجات انسان هايل جدا جدا فيه كل مصفات اللي تتمناها اي عروسة وعروسها هايلة جدا 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 يتمناها اي عريس ولكن الاثنين لما يعيشوا مع بعض ما يقدروش يتوافقه مش لان حد فيه موحش لان فيه اسباب اخرى قدت الى عدم الانسجام وان مشور العمر ما ينفعش يكمل لما انا جيب مدرب مؤشراته بتقولوا ان المدرب عنده تحدي وواعد وممكن يبقى مشروع طب الظرف اللي احنا فيه فيه منحنايات حدة جدا وتغيرات جزرية وصعود ناشئين ولعيبة بتطلع ولعيبة بتخش وانت عايز سمات معينة من مدربين معينين يستطيع ان يتحملوا ضغوط المرحلة القادمة ليست لا علاقة بالكفاءة هنا انت بتجيب السمات انت الشيلة المرة دي عايزة واحد عضلات الشيلة قبل كده عايزة واحد مفكر الشيلة اللي جاي عايزة عضلات ومفكر وهكذا قد تجد ضلتك وقد تجرب ولا تجدها او قد تتوسم ولا يعدش لانها قبل كده قلنا لكم انت لما بتي في عربية عايز تغير قطعة غيار بتقول له اديني الكود الفلاني بتاع المطور الفلاني يديك القطعة الغار وانت ضامن انها هتركب وتمشي في البشر ما تقدرش تقول له انا عايز سواء ماهر جدا بس ما اعملش حوادث هيقولك ما عنديش مش كده ولا ايه صحيح الدنيا كده اللي عايز اقبلها بمفاجآتها اللي احيانا بتبقى عادة تبقى سعيدة بالنسبة لاصحاب الحسابات السليمة واحيانا بتبقى غير سعيدة لان هناك ظروف لا تؤدي الى اكتمال التجربة او النجاح طيب اما وان احنا قلنا افرد الورق كله ونعيش كل الناس خليك عندك قدر من المسئولية والامانة والمهنية وحسب الكل بما فيهم الاهلي بس فتح عينك التانية كفاية حاول اعلامي بجد لانك لو فتحت عينك التانية هتلاقي مثلا على سبيل المثال في الخمس سنين اللي فاتوا بس مش هنبعد بعيد او جستو ايناسيو الزمالك بيتعاقد معاه تلت شهور تلت شهور بيكلفوا كام تلاتة مليون جنيه من غير اي حاجة ولا تلت شهور ببلاش نيبوشا من 16 اغسطس لتلاتة يناير اربع شهور بيكلفوا 1252 دولار 1252 الف دولار الاقي واحد زي كريستان جروس سنة كاملة من 3 يوليو 2018 لواحد يوليو 2019 25 مليون دولار كان رجبوس شهري 2 و 1 مع 10 مليون دولار وعنده ورافع عضايا لان له مستحقات الاقي ميتشو اربع شهور من 19 غسطس 2019 ل 2 ديسمبر 2019 500 الف دولار وفك عقده بالشرط الجزائي وكل دول راحوا لمحكمة واخدوا احكام هتشوفوا كتير بس لزي ما بقولتلكم ما حدش عنده هذا القدر من الشجاعة الاقي موقع في الجول مصدر مقرب من باتشيكو المدرب واجهازه لهم 600 الف دولار لدى الزمالك والجزير ومروان ليس من اختياره ده موقع في الجول كمان مندوب السفارة البرتغالية يصل الى مقر الزمالك للتحقق من منع مغادرة ايناسيو الرياضية السعودية جروس يشكو الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية وفي الجول في ريرة يشكو الزمالك للفيفا وفي اليوم السابعة رسميا في ريرة يشكو الزمالك للفيفا وفي سبورت 360 كارترون يشكو رئيس الزمالك لدى الفيفا وهلوم مجرع هل الرجل اللي فاتح كاشف حساب الاهلي لأسباب انتخابية تاني لأسباب انتخابية لازال فيها رواسب من انتخابات الاهلي اللي قبل اللي فاتت كمان عشان تعرفوا الامور ماش ازاي هل عنده قدر من الشجاعة والمسئولية والموضوعية انه يفتح كل الاطراف هل عنده خبر واحد انه حد اشتكى النادي الاهلي في محكمة بيطالب بحقه هل النادي الاهلي تسبب في هزي صورة مصر الرياضية في اي مكان في العالم هل حد ابخس حقه لاعب او مدرب بتماشي المدرب علشان اختيارك خطأ ليكن لانه ده قرار قرار بشري قرار انساني انا ممكن جدا زي ما المهانتس عادل انا مش بشتري مطورة عربية ممكن اجيب مدرب كواس قوي النادي الاهلي في بداية الالفية تقريبا 2003 جاب توني وليفيرا المصنف الاول في البرتغال استاذ الاسادزة ولم يوفقه ومش بسرعة يعني ده انت بتكلم على تجارب بشرية انسانية والمدرب الهولندي اللي كان بيدرب اي اجس اسمه اللي خسرنا معاد دوري في اخر اللحظة ده مارتنيول لا بونفرير مش بونفرير اه بونفرير كان خد ميدالية الولمبيا بتاعت اطلنطا مع ناجيريا خد ذهبيت اطلنطا مع ناجيريا وهو كان بيمر في الدور الهولندي اه وفقد الدوري في مباراة امبيا يعني اختيارات المدربين وارد جدا تنجح وارد جدا لا توفق في اسباب كتيرة للنجاح والعدم التوفير مش منها ابدا كفاءة الفرض على فكرة الظروف ما تخدمش يعني انا قلتلكم ان واحد زي بيتسو موسماني كان محظوظ جدا انه لما جه الفرقة واقفة على حلها ريني فيلر لما مشي سايب فرقة بدنيا جاهزة كويس وعلى مستوى النتائج الاهلي تقريبا حاسم الدوري حظه الكويس انه جاي يلعب على مطش الوداد اللي هو حفظه كويس قوي فخلاص دخل من الباب الكبير ونجح ومشي العكس حصل لما هو مشي جي الرجل ده سوارش حظه سيء جدا الفريق المعدل البدن بتاعه وقع نتيجة ضغط المطشاط نتيجة توالي اللي ارتبطت لمدة تلت مواسم والإصابات وهو جاي جديد يعني بيتس المسلماني جاي هنا راح يلعب في المغرب اللي هو حفظه التاني جاي على القرى اللي عمره منزلها ولا زرها هي دي الحزوز اللي ممكن تلجح وكل الأسماء اللي أنا قلتها لكم اللي مرنت الزمالك قديهم عشرة كمان وفشلوا وخدوا فلوس كتيرة وراحوا اشتاكوا وطلبوا وخدوا فلوس كتيرة وخدوا أحكام بس ما حدش تتكلم فقط لما تستدعي تجربة زي تجربة خطفة زي بتاعة ريكاردو سوارش تسمعوا فيها الكلام وليون أي شجاعة أبداً للحزن على فكرة ولو كان كامل كنت هتسمع كلام تاني كيف يبقى كيف يهدر وكيف يحصل وكيف يعني بصها أستاذ إبراهيم أنا على فكرة من ضمن الحاجات أنا بتذكر أنا بكلمك برضو من ضمن المشاهد اللي استحضرتها في الفطر الفاتت اللي اتخلينا نقايم الأمور صح فيه فرحة عارمة طبعا للفائز بوطولة الدور العام سنتين حق حق وانت حر بس هذه الفرحة العارمة المبالغ فيها تكرمني لأنك معناها أنت مش مصدق نفسك ووصفتها بالمعجزة طيب أنا عايزة نقش المعجزة دي يبتوع المعجزات هي المعجزة دي كيف تتحقق الانتصارات في ظل عدم الاستقرار وتغيير وتغيير ورغم بكده يفوز الزمال معجزة طب لماذا لا يتحقق مثلها في أوقات الاستقرار لأن ما فيش ضمانات هنا في ضمانات عدم ما سميتموه استقرارا كان مصحوبا بوعود وضمانات تحققت في كل الاتحادات النهاردة هنجيبلكم أمثلة في اتحادات مش كرة قادر هتستغربوا أو مش هتستغربوا لأنه ده بقى العادي يبقى أنا النهاردة لما أصف الدور اللي أنا كسبته بالمعجزة أنا بقول لك أها معجزة لأنه مش متوقع وكان اليوم كان يحدث إلا بالأسلوب الذي حدث به وقلت لك نقش التعدلات اللي هي لأن الأهل أقل الفرق خسارة أقوى جوم أقوى دفاع يبقى إذن السر يكمل في التعدلات تعال نحسب التعدلات كيف تحققها مش هقول لك الانتصارات التي يعني نجأ منها المنافس من التعدل هقول لك التعدلات بتاعتنا بس هتكتشف أين كان يعني بغى أن يكون الدوري بكل الموسم السلبي الذي خضاه النادي الآلي هتقاوى هتكملوا هترض على فكرة إحنا قلنا أسماء ما قلناش أسماء بس الناس هتعرفهم بسهولة لأنهم حيردوا علينا وحيتجاوزوا في حقنا أهلا وسهلا أنا ليه ما قلتش أسماء عشان يعايزهم هم على رأسهم بطحة هشاوروا على نفسهم هتعرفوهم هتعرفوهم أنا بوعيدكم اللي هتلقوا بيشتمنا يبقى حسس على البطحة حتى بص في ناس يمكن إحنا ما نقص دهار بس هتحسس على البطحة طيب لا لسه قول فضل إذن فكرة الاستقرار في النموذة بتاع الانتصارات دي ليس له علاقة ده العكس أنت تم تعويضك بالبطولات أنا فيما يبدو أن أنا مستقر الغير مستقر تحل أزماته المستقر تصدر له الأزمات ويصور كل محاولة من محاولات الإصلاع عنده بالخطوات الفشلة المنهج إفشال الأهلي المنهج التجرؤ على تاريخه المنهج الفصال فيما لا يمكن الفصال به هتجيب الدهب وتطلب أن يتساوى مع المعدن اللي غير دهب اللي هم مش دهب معدن كواس كل حاجة وصلبه ما بيصديش كل حاجة مش دهب وتقولي إزاي ده تمن وكده وده تمن وكده ونبتد نخش في شميعنا الحرب القادمة أستاذ إبراهيم تجهيز للموسم القادم وهنا المشكلة مثلا يحدفو لك الأهل يفاوض أستاذ إبراهيم المنسي الأهل يفاوض الاختراب أستاذ إبراهيم المنسي يطلب كذا فشل المفاوضات أهل يفاوض ولا أتكلم لكن لازم يقولك فشل المفاوضات يوم أنا عايز فلاني الفلاني عليا الطلاق ما هو جايي لك وما يجيش ولا مقولت إن أنا عايزه على فكرة لو أنا عايزه ومتفق عليه وما جاش يبقى فيه حد تدخل صح ولا الدنيا تبقى طبيعية نروح بقى إيه غير مستقرين عايز مين يحب تعيني ده مش من حقك بس حنجبهولك آه الجزيري آه مش من حقك بس حنقيدهولك مخالف للوحي يا رجل إحنا الدفاتر دفاترنا ها ده بتكلمني في إيه هي المقارنة عايزة مقارنة على فكرة الأحداث دي خلت مجموعة من الأصدقاء ومنهم بعض الزمالكوية والله العظيم ما حاسين بتعمل فوز نتيجة إن الحقيقة عمالة تتأشر قدامه طيب قلنا بالأرقام وقلنا إنه كتير من الإعلاميين مش شايف حد عنده جراءة المحاسبة على الأقل لما يكون فيه رغبة في إن أنت تأدي دورك الرقابي لو افترضته كده في إن أنت تقول الأهل أهدر ما العام طيب ما تبصه على الناحية التانية لا مقفولة الصديق العزيز محمد شبانة فتع عينه التانية واتكلم كلام منطقي يحتاج يترد عليه يترد عليه بواقع وحقائق مش بالضرورة بالغلط بس بالحقائق والواقع يترد على السيد محمد شبانة في اللاتس باعون أنا نشت قلت الزمالك تطلع لنا هل النيابة أفلت على المخالفات اللي تمت ولا لا أنا بسأل السؤال ده هل فيش هادة من الأموال العامة وعايز ألوك على حاجة البلاغ رقم 326 لسنة 2020 البلاغ بتاع وزارة شب والرياضة أموال عامة عليا ومقيد برقم 9320 طب هل فيش هادة تقول أن نتحافظ الكلام ده زي ما الكابتن محمود الخطيب طلع علينا الشهادة مش الخطيب عمل كده طيب طب إيه رأيكم بقى إن التحقيقات في الموضوع ده لسه مستمر وأحيل لجنة من خبراء وزارة العدل واللجنة انتهت إن المخالفات اللي عملتها وزارة الشباب والرياضة مخالفات صحيحة ورجع تالت تقرير للنيابة وعند صورته لحد بيطلع يتهم ولا حد بيطلع يودين ومنتظرين أن النيابة تقول براءة على تمغن تقول إدانة على تمغن المصريين تولدوا إنها تجل القضاء فكنا نوصل بقى إن وزارة العدل تعمل بيان عشان خاطر تقول إنه ما يصحش اللي بحصل ده لحاجة عندنا إحنا في الوسط الرياضي الوسط المثالي اللي أي واسط لازم ياخد مننا ماشي بس أنا عايز أقول للسياد وزير الشاب والرياضة تصريحك النهاردة راخي جدا نحترم رمزنا ونحب كل رمز قدم لنا في المجال الرياضي ولن يصح إلا الصحية دكتور أشرف صباحي لن يصح إلا الصحية إحنا عايزين نعيش اللحظة دي نفسي أعيش في الوسط بتاعنا لحظة لن يصح إلا الصحية حاجتين وعندي صورته وحاجمه رقم القضية ولا يصح إلا الصحيح بس المشكلة ما هو الصحيح وإمتى يصح خلي بقلك الأسئلة اللي سألها الأستاذ محمد شابان نقشت أما نقشتش هي خلاص في روعة في ضمير الناس أيا كان انتماءهم وحتظل هذه الأسئلة ملحة ولن تسخط يوم ما يعني قد لا يحدث نتيجة في القريب العاجل أو قد لا يحدث نتيجة أو قد لا نعيش الوقت عشان نرى النتيجة أيا كان الأسباب ولكن هناك حقيقة والأوراق والمستندات والعودة على الراوي عند الأستاذ محمد شابان هل دي هتلغي السؤال ده من ذهن الناس أيا كان انتماءهم ما أظنش فالفكرة مش أنك أنت يعني تقول عن نفسك حلو والناس شايفة تقول لطبيعتها فأنا مش الآن على ظهور الحقيقة لأنها سواء أعلنت أو لم تعلن هي ظهرة عند الناس خلاص نتمنى أنها تكون ظهرة بهذا القدر اللي المهندس عادل بيقوله هنطلع الفاصل وبعد الفاصل ونعمل فشل ما تخافش على الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي عنده هذا الإسهام لمنتخبات بلده والأبناء بلده بهذا التميز شوفوا لما تكون لعبة ابنة من بنات النادي الآلي تاخد أحسن لعبة في الدورة الفرنسية في كرة اليد مر وعيد للتحاد الفرنسي لكرة اليد بيعلن أن مروى لعبة نادي نيس فازت بجائزة أفضل لعبة في الدورة الفرنسي الموسم المنقضي وعلى الموقع الرسمي للدوري تم نشر الصورة والتهناء والإشادة بمر وعيد وتم منحها جائزة أفضل لعبة عن طريق تصويت على الثمان لعبات الأفضل في الثمان شهور من سبتمبر لمايو ثم تصويت الجماهير في الحالتين تسلمت مروى الجائزة قبل انطلاق الموسم الجديد اللي بدأ ولم يسبق لأي لعبة في فريق نيس اللي بتلعب له مروى إنه فاز بلقب أفضل لعبة بداية الجائزة كانت من 2008-2009 لعبة النادي الأهلي ولعبة نادي نيس حاليا سجلت 143 هدف في 22 مباراة لعبتهم في الموسم من أصل 26 مباراة يعني لعبة 22 مباراة من 26 مباراة في الدوري وفازت كمان بجائزة هدف المسابقة مروى عيد تسجيلها للأهداف جيب معدل 6.5 هدف في المباراة ونجحت فيه تسجيل 45 رمية جزائية نيس أنهى البطولة في الموسم المنقضي برغم تفوق مروى العالي لكن نيس كان في المركز السابع ب51 نقطة مروى جددت تعاقدها مع نيس في يناير الماضي لمدة 3 مواسم والنادي الفرنسي متمسك بها جدا وكانت انضمت للفريق من 2015 كلاعبة في نادي نيس نموذج مشرف جدا أن بنت عندك تحصل هدفة الدوري مع فريق ما هوش بطل الدوري وتاخد كمان أفضل لعبة مع فريق ما هوش بطل الدوري نادي من الوسط من وسط الجدو البنت دي استثنائية في كل حاجة في مستوها في حبها للنادي الأهلي في شخصيتها الجريئة الوطحة ألف مبروك يا ربنا تم موسمها الباقية بخير وارجعها بقى مروى موسم والا اتنين العبي مع النادي الأهلي بقى الدلع في الأهلي شوية طيب على ذكر برضو الإنجازات الجيدة منتخب مصر للناشئين موالدة 2006 في كرة القدم الحقيقة عمل نتائج هيلة جدا في كاس العرب اللي بتقام في مدينة وهران الجزائرية اللي مواليد 2006 منتخب مصر اللي بيقوده الكابتن محمد وهبة عمل نتائج ولا أرواع بكرة عنده مباراة المغرب بعد ما كسب السعودية 3-0 وكسب لبنان 8-0 وكسب 9 وكسب كمان سوريا 5 المنتخب فيه سبع لعيبة من النادي الأهلي من العناصر الموهوبة الوعدة جدا عمر كمال ويوسف إسلام عمر كمال ده حارس مرمى جماعة وأحمد عبدين مدافع وعمر سيد معوض التوأم بقى إبراهيم وحسام عادل وهشام مصطفى سبع لعبين متميزين من الأهلي في هذا المنتخب اللي بيقوده زي ما قلت لكم كابتن محمد وهبة مدير فني والكابتن مومن عبد الغفار مدرب عام وعصام عبده مدرب ويوسف طاهر مدرب حراس مرمى بالتوفيق لهذا المنتخب الصاعد الواعد اللي قال كلمة قوية حتى الآن نرجو أن تكتمل المنتخب تأهل زي ما نتركوا لربع نهائي عن المجموعة الرابعة حيلاعب المغرب منتخب مصر بالعلامة الكاملة تسع نقاط فاز فيه مبارياته التلاتة البطولة بيشارك فيها 16 منتخب هي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن تجربة نكحة فترة كاس العرب سواء يعني 2003 شفنا بطولة قوية في السعودية وانا اقول لك حاجة احتكاك قوي كاشف لحقائق المستويات انت وصلت فاينال مع السعودية مع الفريق الأكبر واعتقد فيه مطولة تاني بس مش عارفة تذكرة اللي كسبناها ودي المنتخب ده ماشي كويس مجسات قوية بتقول ان انت عندك ناشئين مواهب وعندك يعني مستقبل وعد بشرط حسن الاعداد والاستعداد سبع كويسين من الاهلي المرحلة الصينية دي مكدس بالمواهب ده في ناس تانية كمان ما راحتش هيلة جدا طب ممكن اسألك سؤال يعني احنا بنتكلم على تميز ناشئين سواء في 2003 أو 2001 ثم 2006 مش اللعبة دي برضو بتضيح في الزحمة بص سيد زبراهيم معادلة صعبة جدا عشان ما نعودش نتكلم في السياسات ونتكلم مش عارف ايه انت دلوقتي لما تكون بتقود بطولات مطلوب اداء قمي فيها والغلطة بفورة طيب هرجيلك على الفورة اللي هي بغلطة لكن الحياة من ضمن ازمات الرياضة المصرية أنا بس عشان خاطر ايه من انا انت قطعت كلامي ماشي عشان الفورة طيب من فترة طويلة الانتحاد المصري لكرة الطائرة مشاكله كتير مش اكتر او مش اقلم انك انت المنتخب مسافر دورة العاب البحر المتوسط يتشال الرجل المدرب الخواجة في الطريق للمطار ولما كده الرجل يمشي يقولك ماشوني علشان اكبروني اضم ابن مدير الانتحاد مرضتش في ماشوني ولا حد ينتبه ولا حد يهتم وكأنه ده اصبح مسموح به في التحاد يمارس هذه الفوضى الادارية انما يضاف اليها بقى ما فجره الصديق العزيز والنقد الرياضي الكبير الاستاذ ايمان بدرة وهي دي الحقيقة قيمة الصحفي ويقظة الصحفي مجرد بوست او تويتر صغيرة على حسابه على التويتر كتب الاستاذ ايمان بدرة الحقيقة يعني انا هقولكو التويتر قبل ما تسمعوا ايه اللي حصل بيقول لعبة في احد الاندية لم تحصل على مستحقات استعانت برئيس الاتحاد ليساعدها فقال لها انا مستعد اتاخذ قرار بفاسخ عائدك بشرط ما تروحيش الاهلي ده رئيس الاتحاد بيقول ايمان بدرة قالت له شمعنا الاهلي قال له هو كده الا الاهلي وبيقول ايمان بدرة تخيلوا ده رئيس الاتحاد وكمان بيكتب كلام رئيس الاتحاد متسجل وقالوله لو اللاعبة ما اخدتش حقها حنزيعي امر مساء الخير يا استاذ ايمان يا استاذ ابراهيم تحياتي لحضرتك والاستاذ المشاهدين الكرام والبشوان سعاد لمنوارين انت وحشنا كتير انت فكرت حاجة بقى عز انك تقول لنا كواليسه تقولي امر ايه اللي حصل والله هو انا يعني وصلتني معلومة ان في لعبة تجتهد كانت بتلعب ومستحقتها لن تصلها وبالتالي هي مظلومة هي عايزة مستحقتها وعايزة تفسخ عقدها لانها نديها اخل بشروط العقل فلما يعني طلبت هذا الامر والسيد رئيس الاتحاد قال لها هذا الكلام حقيقة شعرت بقهر يعني انت بتشترط علي يعني طب انا افرد ان جايلي عرض مثلا من الاهلي او جايلي عرض من اي نادي يعني ليه الموضوع والحقيقة انه كان ممكن الامور تعدي وانا على فكرة ما كتبتش اسمها علشان حماية لها وانا الموضوع مش متعلق بالاهلي مشان عشان على قناة الاهلي لو كان الامر متعلق باي نادي لو كان قال لها بس ما تروحيش الزمالك كنت بحكتب برضو نفسك اه لو تدخل بالتوجيه هو ده الغلط لانه ده لانه ده انحراف باللوايح وكابتل الحرية ومقيدة على الحقوق وانا بعتقد انه اي مسؤول يحاول انه يستخدم اهواءه او يعني يستخدم سلطاته انه يجبر انسان على انه هو انه يجبر انسان على انه هو يحاول انه هو يتنازل عن شيء في مقابل انه هو يحقق له شيء اخر فهي دي هنا القضية صارت النظر بقى عن دام عمين استاد ايمان نقف هنا لحظة ممكن يعني مؤكد ان انت تيقنت من هذا الامر انه حقيقي يعني بالطبع لانه حضرتك انا ما كنت عايز اكمل بس بشوانت عادل فاضح انه انا كنت حسكت لو لان الاتحاد اتخذ اجراء لكن المشكلة انه المحامي بتاع اللاعبة رح لاتحاد فقابل سيد الفاضر رئيس مجلة شؤون اللاعبين فقال له لا احنا مش هناخد اي قرار الا لما ييجي رئيس الاتحاد انا الحقيقة كنت بحاول يعني هنا بتكلم على الاتحاد المصر وكرة الطائرة وعلى الاستاذ ياسر امر اه فاذا الامر اصبح معلق حتى يعني لجنة شؤون اللاعبين حتى مقيدة مقيدة في انها تتخذ الامر تتخذ اجراءاتها وتشوف شكوى اللاعبة الا لما يضطر فئيس الاتحاد وبالتالي انا يعني هنا اثرت الموضوع وكنت بحاول برضو احمل نعيبة ونبه الاتحاد انه فيه خطأ وعلى فكرة هذا المجلس فيه من الزملاء والاصدقاء الاعزاء وايام الانتخابات لما كانوا نزدين وكان بنافس على رئاسة الاتحاد انا على فكرة الاساس ياسر امر او الكابتن ياسر امر لم اتشرف به وله كل الاحترام والتقدير كرجل رياضي لكن انا بتكلم على منصب رئيس الاتحاد وعلى الاخلال باللوايح وعلى الاخلال بالقواعد العامة في امر من الامور لا هي فكرة لحظة واحدة ان لجنة قضائية ما هو لجنة شؤون اللاعبين دي لجنة يعني بتحكم تفصل باللوايح بين في الخلافات فكون انا لجنة بفصل في خلافات تبقى للوايح انتظر رئيس الاتحاد يا اذا الرئيس الاتحاد قادر على مخالفة اللوايح هو ده الحقيقة اللي انا اتأكد ان هو مش حيتم من زميلنا العزيز عمر مخلوف من تندوق الاتحاد وهو يعني على راجل محترم راجل محترم وله وله فاعلية له فاعلية في الاتحاد المفروض الحقيقة يعني عمر عمر صاحب رأيك إنما هو 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 الحقيقة يعني ارجو اللي يضغط عليه ويغامر بمصداقيته لان عمر انسان كويس لا هو هو حضرتك اتصل بي وقال لي انا وقال لي انا بننتخذ رأي سريع جدا واحنا لجم تقول لعبين هتبحث الأمر وهيعرض على مجلس الإدارة وإذا كانت اللوايح بتاع الاتحاد المعلنة لا تحصل أمر هذه اللعبة هنبعث الاتحاد الدولي عشان نصل في الأمر أنا بس في نقطة بعد إذن حضرتك مش مهن سعاد لي بعد إذن يا سيد إبراهيم كنت عايز وضح إنه الموضوع ما هو الشخصي مع حد ولا شي لأنه لما كان الاتحاد كان بينافس على رئاسته الراجل المحترم الكابتن شريف الشمرلي وهو شخصية رياضية دولية كان فيه يعني خلاف مع الاتحاد الأفريقي برئاسة السيدة بشرة المغربية اللي فازت بالاتحاد برئاسة الاتحاد من الدكتور عمري علواني فأنا كنت شايف مع احترامي وتقديري لمكانة الكابتن شريف الشمرلي وأنه يتولى رئاسة الاتحاد لكن أما وإنه حيدخلنا في خلافات ويعرض الكرة الطائرة المصرية للإيقاف أنا كنت على طول أنا كنت على طول بقول إنه الكابتن شريف وأي حد الكرة الطائرة والرياضة في مصر أكبر منه فإنه لازم يبقى إحنا ننحي أمورنا الشخصية علشان اللعبة وفاز المهندس أو التابتن ياسر أمر فالموضوع يعني ما هوش متعلق مش شخصي مش شخصي طبعا خالص بس أنا كمان أنا عندي متابعة للتويتر الأولى بتاعتك يا أستاذ أيمن أنت كتبت في التويتر التانية متابعة لموضوع اللعبة التي تحدثت عنها بالأمس والتي قال لها رئيس التحاد الكرة الطائرة أساعدك بس بشرط ألا تتعاقدي مع الأهلي بدول وقد أخفيت اسمها واسم الاتحاد حرصا على مستقبلها وعلى أن نساعدها في أخذ حقها ولكن الحمد لله اليوم وجدت أن هناك طريقا طائط نور أو طريق نور لهذه الإبنة التي هي مثل ابنة كل إنسان محترم بعيدا عن أية ألوان تلقيت اتصالة من أخي العزيز الأستاذ عمر مخلوف أمين صندوق الاتحاد وأكد لي أن موضوع دعاء عبدالغاني سيكون وانت كاتب قلت له لجنة شهون اللاعبين زي أستاذ أستاذ أيمن عبدالرحيم أجلت النظر في شكواها انتظارها لعودة رئيس الاتحاد قال لي كمجلس إدارة الاتحاد بدون أي محابقة أو تجاوز في حقها وأنه إذا كان لوائح الاتحاد ليست واضحة في شأن حسم موضوع هذه اللاعبة وحرصا أنه يعني خرصا على مصلحتها أو مصلحة النادي يعني لو كان النادي حتى له حق يعني ما هو الشرط هي تكون يعني سكان النادي الذي تلعب له أن تتعرض لظلم أو أنها تتجاوز في التعاقد بينها وبين النادي وانت آي لأن هذا رد محترم من شخصية محترمة لو ما كان عندي وعندنا طبعا كلنا ربنا وفاك يا أخي وزميلي أنت والأخوات والأخوة في الاتحاد لما في خير اللعبة طيب إذن اللعبة واضح اسمها والاتحاد واضح الأمر وصل لغاية فين كده والله عند ما وصلني من من الزميل والنزيد عمر الأمر مطرق ليهم بقى أنهم يتخذوا القرار لأنه طبعا في بعض يعني يمكن الدكتور واقل أنديل برضو عضو مجلس إدارة وراجل يعني عميد كله تربية رياضية وأخوة عميد دينا موجود بره هو طبعا فيه منتخب بره وكان حتى تواصل معي على الواتساب وبيقول لي في كذا فطبعا لما اتكلمت معاه ووضحت له والأمر أصلا يعني مش عايزين الناس يعني تنحرف بالحق لصالح أهواء أنا بقول لو كان الرئيس للتحاد ده أيا كان كابتن فؤدعب سلام الدكتور عمري علواني قال لللاعبة أو أي حد أنا بشرط ما تروحيش الزمالي كنت حكت بهذا الكلام صحيح لأنه الحق حق أن يتبع إحنا إحنا بنتكلم على يعني حضرتك بتقول أنه لسه لا يزال في ناس بيكتبوا وبيدفعوا عن دي لعبة ما لهاش حد ما لهاش حد وخبال حضرتك وبتدور على حقها ليها مستحقات يا جماعة ابحثوا الأمر واعلنوا وفقا للقواعد كذا وكذا بس ما تكونش الأمور فيها خوف من شخصية ممكن تهين أو حد يعني أن هم إذا اتخذوا القرار لصالح لصالح اللاعبة أنه يطلع عليهم حد يقول لهم ما عرفش إستجاهاتك وإيه أو كذا أو كل هذه الأمور فإحنا دلوقتي هل فيه أيدي مرتعشة في اتخاذ القرار ولا الموضوع فيه أهواء ولا الموضوع إيه دا اللي حيبان إن شاء الله بإذن الله في خلال في نفس الصياق يا أستاذ أيمن بما أنك ذكرت البنات واتحاد كرة الطائرة في نفس الصياق بنت المتعقد معها النادي الأهلي وطلع متصورة بمنتهى السعادة هي والدتها وبتبرز يعني مع نائب رئيس النادي وأمين السندوق سعادتها بتجديد التعاقد وفجأة عايزة تمشي رغم أنها حصل على كل حقوقها وإن تفاجأ أن اتحاد الكرة الطائرة بيتدور له على مخرج حتى لو استدعى الجامعية العمومية لتغيير اللوايع هو يعني ده الموقفين دول واحدة عندها حق لسه لحد الوقت ما خدتهش واحدة ما عندهاش حق بيدورونه على مخرج علشان تاخد حاجة مش من حقه كيف تفسر هذا الأمر أستاذ أيمان والله أنا سألت برضو الغميل عمر على الموضوع ده هو قال الأمر معروض على مجلس البدارة لأنه توقيع لاعب أو لاعبة لناديين ده لازم يخضع يعني يكون محل تحقيق ويكون فيه إجراءات أنه توقيع لناديين ده يعني وفقا ل إذا ثبت هذا الأمر فهو مخالفة وبالتالي هيتخذ لإجراءات طيب سؤال بقى بما أن هيلعبوا لنا اللعبة دي بس هو أيضا سيتم أحالة الأمر للإتحاد الدولي للقضل أيوة لأ ما أنا بس عشان هم بيحيلوا هنقول لهم إحنا كمان هنحيل إيه هل من حق نادي أنه هو يمضي مع لعبة بعد أن جددت عقدها ومتصورة وهي مجددة عقدها وفجأة يتعاقد معها ويتفاوض معها دون علم ناديها إذا كان ده من حق يبقى قول عن رياضة السلام هو الحقيقة يعني أنا برضو بتكلم من المعلومات اللي وصلتني بشوانس عدلي الأمر طبعا لازم يبقى فيه إعلان للمستندات عشان إحنا في في أجواء كلها فتن وكلها ناس بتشكك في أي حاجة وفي أي حد المكالمة اللي كانت ما بين اللاعبة دعاء طبعا هي تليفونها زي ما عرفت يعني زي ما عرفت من المصادر على فكرة أنا معرفش اللاعبة ولا ولا يعني ولا شفتها لكن لما لما جسل معلومة كاته ما يا سيد أمن ونبي ما تضطرش تقول كلام محسوم تعرفها ما تعرفاش أنه غير من الحقيقة خلينا بس في لب الموضوع أنا بكلم محدش حيقولك أنك مغرض آخر أبدا وأنت تكشف حقا لا لا هيقوله هيقوله أنا ما يتقال أنت بتكشف حقيقة بص يا فندب بص يا فندب إحنا 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 بنحتسب عند الله كل كلمة بنقولها وربنا سبحانه وتعالى يسمحنا لو كان في أي حاجة بس هو هو البصد اللي أنا كتبته بفضل الله ده عمل تأثير وعمل رد الفعل ليه لأنه لوجه الله لأنه لا لي مصلحة ولا لي حاجة أنا حسيت أن بنت يعني زي بنتي هايزيني حقيقة فين يا ساد هي مسجلة المكالمة هي هي زي ما وصلني زي ما وصلني أن تليفونها بيسجل المكالمات عادي يعني فطبعا النقطة دي حتى المحامي بتاحها قالها لجمة يقول لعبين قال لهم يا جماعة إحنا إحنا في مكالمة متسجلة وإحنا هنبقى على الهوى هنبقى على الهوى بعد كده فما يفحش يعني أنا عايز أقول لك على حاجة يا سيد زيمين هو فكرة أن رئيس الاتحاد يقولها كده هي مش مستغربة فعلا لما تلاقي وقع قبلها بشهرين مع المدرب الأجنبي وقبلها بشهر والرجل يطلع يقول يتغير لواية عشان يسجله يتاخد ابنه مدير الاتحاد يتمشي الرجل قال كده مع الزميل هنه حتحوت يعني برضو وفي بعض اللاعبات لما وقعوا لنادي معين انضموا للمنتخد تم ضمهم مثلا مثلا طيب أنا عايز أسألك سؤال بقى بصفتك الناقد اتحاد ينحرف برسالته بكل هذه الفوضى الغريبة جدا مين اللي بيحاسبه ولا بيتابعه ولا بيرقبه والله الحقيقة في الرياضة ما فيش مراقبة ما فيش عاجة لأنه لأنه المسألة دخلة في يعني 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 عزبة عزبة الناس تديرها يعني انت حضرتك عتلجأ لمن للجنة الأولمبية والوزارة الشباب والرياضة لا وزارة الشباب والرياضة لا ولاية فنية لها على الاتحادات للجنة للجنة للأولمبية كابتن ثم للاتحادات الدولية نحن عارفين ان اللايحة المالية الموحدة بتدي الوزير حق التدخل في متابعة أداء الدور الرياضي ده موجود على فكرة نصة والله نتمنى 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 ان الوزارة مشاكل كتيرة جدا بتظهر وهي اي مشكلة اللجنة الأولمبية انها تحسم لا حضرتك اللجنة الأولمبية دي ترتيبات بقى في اتخابات وفي كذا ومصالح يا فندم اللجنة الأولمبية ترتب ازاي اذا كان مصر مصر تهددت بانها تتحرم من المشاركة في الدورة الأولمبية عشرين عشرين اللي هي تلعبت في اليابان عشرين واحد وعشرين في رفع الأسقال وفظلنا نعاند علشان علشان أصدقاء وعشان لحد ما رفع الأسقال تشطأ وتوقف وما سافرناش وضعت ميداليات مؤكدة وضعت ميداليات مؤكدة ميدالياتين لتلات ميداليات والعملية عدت عادي جدا جدا اللجنة معلش مع احترامي يعني مع احترامي وتقديري لشخوص الأفاضل اللجنة الأولمبية لكن إداريا وفعليا وواقعيا من وقاع يعني هو ينفع بحثة مصر في الروسي تشطب نتيجها علشان لعب واخد مخدرات والأمور تعدي عادي جدا جدا والعملية عادي جدا جدا وخلاص عدت حضرتك هم مدرب يطلع مع زملاء مع الزميل علي أيمن البحيري في موقع تتويج وبعدين يطلع مع الزميل هني حتحوز ويقول أنا كنت بتعرض لضغوط واسمه يتشال تخيل أنت مدرب تم التعاقد معاه على مدى 4-5 شهور قبل السفر في دورة ألعاب البحر المتوسط بـ 24 ساعة اكتشفوا النفاش اكتشفوا النفاش قبل السفر بـ 24 ساعة سيطلع قرار من الاتحاد تعتمدوا اللجنة الأولمقية وتقول أصداد مش هيحقق مش هيحقق طموحات البعثة المصرية طيب حضرتك أصلا أنت ما كنتش عايز تشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط ولولا الدولة المصرية والوزير الدكتور أشرف صبحي اللي أثر على الصفر وخبال حضرتك فالبعثة البعثة سفرت وسفرت من غير ألعاب كنا ممكن معرفش طبعا بسيء السباحة مثلا معرفش ليه السباحة ما سفرتش وكانت ما عندناش سباحين الحقيقة يعني مصر فيها 110 مليون ما فهمش اثنين ثلاثة سباحين يطبعوا يمثلون لكن مش مشكلة لكن حضرتك لما تيجي تشوف أنه الفريق جاي يسافر قبل 24 ساعة اللجنة الأولمبية تكتشف لتقييمها الفني أن المدير الفني مش قادر يحقق طموحات البعثة ويشيله الموضوع للمدرب العام في اختيارات هو مختارهاش وطبعا ما تعرفش مين يتحط في القيمة ومين ما يتحط يعني الحقيقة مغامرة بسمعة مصر ومصر اللي بتبني واللي بتأسس واللي بتعمل منشآت واللي بتفطرف فلوس عشان تفضيب بطولات واللي فيها نبت صالح طالع بياخد بطولات على مستوى الناشئين كتيرة الحقيقة في لعبات مختلفة برعاية الدولة لأن فيه مشروع للموهوبين وفيه مشروع لرعاية البطل البولومبي وحاجات جاية من تحت بعيدا عن يعني أنا آسف عايز أقول كلمة القرارات في بعض الاتحاد يعني مجهود كبير بيبذل يحضر بمثل هذه التصرفات يعني أنا أتمنى أنه يبقى فيه يعني إدارة رشيدة للموارد الكثيرة اللي بتوفرها الدولة وإدارة رشيدة ومحايدة لإصطالح العام وليس خلط المصلحة الشخصية بالمصلحة العام عموا أنا أدعوك شخصيا لمتابعة موضوع لعبة الكرة الطائرة وأحوال عزبة الاتحاد المصري للكرة الطائرة الحقيقة ربنا يهديهم إلى ما فيه الخير لأنه مشكلة اللي في الاتحاد ليها يعني شوشرة على الأقل الناس المحترمة اللي موجودة صوتها يعلى شوية لأنه دي أوضاع محدش يرتضيها وده اتحاد كبير طبعا طبعا ويا محققنا فيه إنجازات وناس يعني فيه ناس طول عمر طول عمر الكرة الطائرة دي يعني عمالقة كرة الطائرة اللي احنا شفناهم من أحمد الجيز يعني حميد الوسيمي ربنا يديله الصحة ويشفيه عزم مجاهد طبعا فؤاد عبسلام مع حفظ الألقاب لكل الناس دي يعني وحتى في البنات انت بتتكلم في البنات الأهلي البنات الأهلي في موسوعة الأرقام الخياسية كفرقة يعني هو ده ما هي بقى دي هنا هي دي المشكلة أنا عايزين يضربوك في دي طربك في تاريخك يا أستاذ أفضل أفضل فريق جماعي لأي لعبة في تاريخ الرياضة في مصر والله والله احنا احنا لما في حاجة بتسجل بإسم مصر أيا كان الفريق وأيا كان المسؤول أعتقد ان هو بيكون يعني سعيد وبيحس ان الموضوع منسوب لي ومنسوب ان هو أضاف لبلده ده المفروض يا أيمان ده المفروض يعني يعني احنا ما شوفناش الحاجات دي الحقيقة باع مسجدين كبار وكتار بكوناش بنشعر أبدا ان هما بيتكلموا لصالح ألوان الألوان ما كانتش موجودة إلا لون عالم مصر فقط والعمل لصالح أمانة المكان اللي هما فيه ولصالح البلد بدون أي يعني محاباة أو محاولة الحراف بالقرار ناحية اتجاه معين سواء مجملة أو خوفا من حد احنا شكرين جدا لك هذا الاهتمام بهذه القضية وربنا يجعلك كده نصير الحق دا ان شاء الله سيكرمك وشكر جدا نحضرات شكرا جزيلا للنقد الرياضي الكبير الأستاذ أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة السابق الحقيقة اللي كشف عوار هذا الاتحاد مع هذه اللاعبة اللي هي بفعلا مش عارفة تاخد حقها من نديها فيتقلها من رئيس الاتحاد أحللك مشكلتك بشرط ما تروحيش الاهلي شفتوا كده نطلع لفصل أهلا بحضراتكم من جديد شفنا أحوال الرياضة وشفنا اللي حاصل في الاتحاد المصري للكرة الطائرة في انتظار تصويب هذا الأمر لكن يبقى عندنا كلام مهم فيه الغربال ونعم الفشل الموسم الكرة والحالي أو اللي اللي انتهى أول امبالح وصيما بأنه من مواسم الفشل بالنسبة للأهلي وعايز أقول لكم أما وإن نحن يعني بنلم الورق بتاع الموسم ده طبعا فيه بطولة الكاس لسه مؤجلة المفروض تتلعب خلال كاس العالم يعني في نوفمبر اللي جاي خلال التوقف بتاع كاس العالم لكن عايز أقول لكم أنه الأهلي في أسوأ مواسمه وصل لنهاية بطولة أفريقيا ولولا غياب العدل ولولا غياب المساندة من مصر من الاتحاد المصري للنادي الآلي كان الآلي لعب الفاينال في مصر ما كانش أبدا اضطر أنه يلعب في الدرجة لا مش غياب المساندة تعمد العرقلة وتعمد عرقلة الفريق أعتقد كانت المسألة واضحة جدا في هذا الموسم اللي أنت موصوف فيه بأن ده من المواسم الفشل أنت بتلعب في فاينال أفريقيا واضطررت أن أنت تلعبه بره في أرض المنافس بشهادة كل المسؤولين في الاتحاد الأفريقي أن دي مسألة كان فيها قدر عالي جدا من الكحافل الأهلي ده الفشل لشان كده بقول لكم ونعمل فشل لا له صاحب حتى في الدور اللي لم يفز به لا له صاحب أقوى خط هجوم متساوف مع الزمالك اللي فاز بالبطولة بـ 62 هدف يعني أنت مش منهار هجوميا الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في الدور دخل مرماه 21 هدف اللي بعد منه فرق ودخل مرماه 22 وطلع الجيش 24 وبرمز 25 والزمالك بطل المسابع كان فيه بعد كده برصيد 29 هدف دخل مرماه على رغم كل ده الأهلي كان بيلعب آخر سبع مباريات ليه في الدور بالنشئين بالنشئين تماما والناس اللي راجع من الإصابة فأسوأ موسم محلي للأهلي تراجع فيه للمركز التالت مخسرش من بطل المسابع ده بالعكس ولا من الوصيف لا خسر من الوصيف ده كسب 5-3 وكان ممكن الخمسة دي توصل لكتير لكن 5-3 و2-2 الأهلي في أسوأ موسم له بدأ بالفوز على الإسماعيل أربعة وختموا بالفوز أيضا على سيراميكا أربعة يعني بدأ بربعية ونهى بربعية وفزع الزلال 5-3 في أكبر المباريات تسجيلا للأهداف يعني 8 أهداف في مباراة واحدة كانت مباراة القمة وفي مباراة انتهت 4-4 لألي فزع لسموحة 4-1 فزع المقصة 4-0 فزع فاركو 4-1 فزع البرامز 3-0 فزع الاتحاد 3-0 فزع فيوتشر وسيراميكا 4-0 يعني حتى في أسوأ مواسمك أنت بتكسب 4-5 إيه اللي حصل طبعا قلنا إنك أنت وصلت المرحلة معينة من الإنهاك والإرهاق والإجهاد والإصابات خلصت عليك وده كان تكرار للمسم اللي فات نفس الصيغة اللي تعاملنا بيها للأسفل وقلنا بعيدا عن التحكيم وبعيدا عن الحقوق اللي هدرت لا فيه أخطاء ارتكبت لازم أن نصوابها ولازم أن ناخد بالنا منها ولازم أن ما نسمحش بتكرارها لكن على ذكر عندك تعليق على الأرقاء ها لازم نسترد عنفوانا عشان التحكيم ما يلعبش بينا أي مهما عمل التحكيم ساعت حنقدر نتجاوز طيب الحقيقة في ظل هذا الفشل اللي الناس استغلته وعشان تشوفه التربص الناس مستنية وأسوأ حاجة فعلا أن أنت يبقى عندك أرقام واضحة وحقائق واضحة جدا ما تتعاملش معها لكن تتعامل مع جزئية معينة الهدف في نفس يعقوب فكانت المسألة هو الضغط على الخطيب الضغط على مجلس الإدارة محاولة تهز سقة الجمهور ودي كانت واضحة جدا الكاتب الصحفي الكبير والموضوع الحياة اللي أستاذ عصام السباعي رئيس تحرير آخر ساعة واحد من الكتاب المهمين المنصفين الموضوعيين كتب في اليوميات في الأخبار موسم البحث عن فضيح أسباب فشل الكابتن محمود الخطيب وقال عصام السباعي لابد أن نصدق من يقول أن الكابتن محمود إبراهيم عبد الرازق الخطيب قد فشل في إدارة النادي الأهلي خلال رئاساته له وهو شيء واضح لكل من لديه فكرة عن ألف باء بيزنس كرة القدم فهو فاشل لأن النادي الأهلي حصل على جائزة نادي القرن خلال الفترة من 2001 لعغاية 2020 في جواز جلوب سوكر لهذا العام والتي تم توزيعها في دبي هو فاشل لأنه استعاد بطولة دور أبطال أفريقيا الغائبة عن الأهلي منذ سبع سنوات قبلها ووصل النادي إلى نهاء دور الأبطال خمس مرات في ست سنوات خمس مرات في ست سنين بيقول كمان عصام السباعي فاشل لأن النادي حقق البطولة مرتين متتاليتين وخسر السالسة بدعم كبير من أشخاص مصريين فاشل لأن الأهلي فاز ب 12 بطولة في آخر أربع مواسم 12 بطولة سواء محلية أو قرية أو برونزية كاس العالم للأندية الخطيب فاشل لأن لسانه ليس طويلا الخطيب فاشل لأن مؤدب مهزب محترم لا يجيد فنون فرش الملاءة الخطيب فاشل لأن ه إعاد الساعات ورد الدولارات الخطيب فاشل لأن ه يفضل اللجوء للنيابة والقضاء وليس للتلاس والمهاترات ويقول عصام السباعي ويا كل من تراه فاشلا اسمح لي يا هذا أن أدعو الله أن يزيده فشلا على فشل ويبارك في ذلك الفشل ويحرمك منه آمين آمين أعلقت خلاص لأنا بقول لكم نعم الفشل لأن الحقيقة أنت لما يبقى عندك أرقام بتتحقق بهذا الشكل وتلاقي ناس تختزلك كل حاجة في موسم أو في بطولة أو في دوري أو في نص دوري اعرف أن أنت بصدد تربص شديد وناس هي عايزة كده وبتحاول تسير كل الأمور بهذا الشكل برغم وضوحه بص حتى عصام السباع وبيتكلم على يا ناس اللي بتتكلموا على بيزنس كرة القدم بتتكلموا على مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب هذا المجلس عظم موارد النادي إلى درجة أنه لما خرجت الشركة الرعية وأريد تركيع الأهلي الأهلي دخل في ممارسة حقق مع شركة بريزنتيشن الوطنية عقد رعاية أعلى من سابقه من اللي انسحب وبقي الأهلي بقيمته وبكبرياءه وبموارده وبجمهوره وبدعمه وبوطنه وبلده وحرصه على مؤسساتها لما أريد تركيع الأهلي وإخضاع الخطيب نفذ محمود الخطيب ومجلس الإدارة تجربة رائدة جدا في أن أنت تعمل للمجموعة الاقتصادية وتتشارك مع شركة وطنية شركة بريزنتيشن وتوصل إلى أعلى مدخيل لك تحقق لك موارد قوية جدا هذه الموارد بهذه القيمة وهذه المشاركة مع الشركات الوطنية خلتك في ظروف الجائحة محتاجتش حاجة من حد ما خصمتش جنيه من عامل ما توقفتش عن دعم فرعك حققت كل البطولات رحت كسل عالم مرتين أسعدت جماهيرك وشرفت بلدك في مونديال الأندية مرة في الإمارات ومرة في قطر على أرفع وأعلى ما يكون وخدت دوري أبطال أفريقيا مرتين من ثلاثة ولو وجدت الدعم الكافي والمساندة من هنا كان زمانك واخدت تالتة لكن لم يرد ليك ده لم يرد ليك ده كفاية كده أقف عند الحد ده أنت مع كل هذا الفشل بتحقق كل هذه البطولات وهذه الموارد ثم تفوز في الإمارات بجازة محمد بن راشد المكتوم كأفضل مؤسسة رياضية بتدار بهذا الفكر الإبداعي وإنه ده جازة الوحيدة اللي أعطيت لأي نادم في الشرق الأوسط كان النادي الآلي ومجلس إداراته ورئيسه محمود الخطيب ده الفشل اللي محدش عايزه بصله خالص لكن مجرد أنت تفقد بطولة الدوري زي ما كتب في الأهرام الأستاذ سمير الشحات النفوز الزمالك انتصار للأهل والراجل شاف أنك أنت بتستفيد من أخطائك وبتعالج أمورك كلها لأنك باستمرار بتصوب مسيرتك وبتشوف أنت تعصرت فين إيه أسباب هذا التعصر وزي ما أضاف الأستاذ حسن المستكاوي استمرارا لرؤيته حول أسباب فشل الأهل في الدوري أو أسباب ما هو خدوا بالك القعدة أن يفوز الأهل بالدوري أنت تحاسب على ما تفقده بالضبط وغيرك يهنأ على ما يكتسبه أنت القعدة أن يفوز الأهل بالدوري لأنه لما تلاقي البطولة فريق بيأخذها 42 مرة ثلاث أضعاف أقرب منافسية يعني نادي الزمالك الشقيق فاز بالرقب بالرقب الأربعتاشر اللي الأهل حققه من 40 سنة فاته من 77 يعني 45 سنة بالضبط كاملة الأهل حاصل جمع جميع أندية المسابقة الشقيقة المحترمة ضعفها عايزين بقى مرة كده ها ها عشان هم اللي بيطلبوا هذا كلام نعمل تحليل وتحقيق على البطولات الحلال والحرام نفسي ها عشان نشوف مين اللي بيكسب حلال ومين اللي يستكسب حرام طيب ده كان أبرز ما في الغربال من وقاع وحقائق وأرقام ونعمل فشل فيها لأنه شفته قد إيه الفشل بيكرم ويقدر ويثمن ويكافأ بجائزة الإبداع الرياضي مش من مصر من الإمارات جائزة محمد بن راشد وشفته قد إيه موارد النادي الأهلي بتتعازم وقيم السوقية بتتضاعف وبطولاته بتتحقق كل ده فشل لكن إذا اختزلت بطولة العالم كله وكل منافسات الرياضة في الدوري فليكن بس خليكم فاكرين لما الأهلي كان بياخذ الدوري أنتوا نفسكم كنتوا بتقولوا دوري ما فهوش منافسة دوري الفيفا بيقول أقل درجات التنفسية دوري أضعف من موزنبيك وجيبوتي كل ده تقال لما كان الأهلي بياخذ الدوري لما الأهلي يفقد الدوري تسمعوا كل اللي انتوا سمعتوه عن الفشل فليكن هذا هو التقدير الحقيقي للنادي الأهلي زي ما لمهانت سعادل أهل في البداية ده أكبر تقدير للنادي الأهلي إنه بتعادل عن اللقب لما تفرح أوى أستاذ إبراهيم وتسمي فوزك علي معجزة أبقى أنا في حتة تانية ويبقى هناك كلام كثير ب بعضمة لسانه والحاوي ينقط بطاقيته الحاوي وليد سليمان الحقيقة وليد سليمان مباراة الأهلي الختمية في الدوري الليلة الختمية الموسم الدوري كانت ليلة وليد سليمان رغم أنه الراجل ما حضرشي لكن حن نشوف زي ما استمتعنا باحتفالات الجمهور العظيم في الاستاذ ب وليد سليمان وشوفنا لعبة الأهلي على هذا القادرة باشواندس من الوفاء والتقدير والحب الوليد كله لابس فنلة وليد وكله بيحييه وكله بيشكره بص ما احنا لو بنعمز غيرنا كنا نعم وليد ده كان اتحط في الحتة يعني الأسطورية مبكرا ولا يقارن بأي لعب ليه إنجازاته مهاراته أجوانه أهداف الحاسمة اللي كل منها واحد منه بيجيبلك بطولة يعني لما تشوف أول كونفودرالية مع جريده الأوفر اللي عمله شوف أنا لازم أن هاخد منك قصة وليد بالكامل هتاخدها لأنه فيها حدوتة كبيرة أو حدوتة إنسانية بجد والقصة كلها عند المهندس عادلي بس قبل ما روح له 11 سنة أهلي وليد سليمان إيه اللي حصل فيهم ده الإخوة اللي بقولك ابن النادي وابن الحتة وابن المكان والكلام ده وليد سليمان في 11 سنة أهلي 21 بطولة 6 دوري 5 سوبر مصري 2 كاس مصري 4 دورة أبطال أفريقيا 1 كونفودرالية 3 سوبر أفريقي وساهم مع الأهلي في 2 برونزية كاس العالم للأندية وليد لاعب جاله نهيار عصبي لما قالوا له مش هتروح الأهلي القصة من أولها إيه بقى ورغم إن حكيتها لا بش لن أمل من إن أنا أحكيها لإنها كلها بتشاور على إنك أزاء أو في مواجهة لاعب استثنائي وليد بدايته قبل الجونة مش أعتقد كبسوس أو حاجة ذا كده خبيني أقول لك يعني فلاش بيك لأن دية ردا على الناس اللي يقولوا ابن النادي ومش ابن النادي في تسعة وتسعين تقريبا ألفين كابتن محمد رمضان كان مدير قطع ناشئين فحب يعمل تجربة إنه يعمل اختبارات الناشئين في الأقاليم علشان الناس ما بتعرفش تيجي القاهرة ومعندهش فرصة نتيجي للاختبارات في الزحمة ومحمد رمضان دم العظماء خلي بالي في الإدارة مبدع فسافر معايا لأسيوت كابتن شطة وكابتن بادي رجل رحنا للقصية عندنا نعمل اختبارات على مدى خمس ستيين لما تقول أن الأهلي موجودة اختباراته في مدينة في أسيوت هجيلك كل المينيا وهتجيلك سهاج وإنة كل المحافظات بدل ما هيجي القاهرة لا الأهلي اختباراته في المكان ده جي ناس كتيرة وريد سلمان بعد كده كتير لما جي لأهلي قال لي على فكرة الاختبارات اللي انتوا عملتوها في القصية أنا جيت وكابتن شطة اختارني واختاروا ضمن مجموعة اعتقد عمر جمال كان فيهم كان جاي من نجاح حمدي هو راخل وبعتوهم لاختبارات التصفية في مدينة نصر هنا مع كل الناس اللي جات من كل الأقاليم ما كانش في حظ الوليد يكمل فراح حرص الحدود لعب فحرص الحدود ناشئين لغاية سن التصعيد في الفريق الأول ما تصعدش للفريق الأول فراح الجونة لعب مع الجونة ده رأية تانية وبعد كده راح بتروجيت وصعد بيهم الدوري وبدأت علاقته بالبترول اللي انت عارفها قبل ما تبتدي علاقته بتروجيت وهو في الجونة كان فيه ترشيح لينا وانا اتحركت عشان اجيبه تمام بس وقتها بس انت عندك ايه سبع تمام لعيبة حسب همية انت عمال منشغل هنا وهينا وهينا جاء الدور على وليد جاء قالوا لنا ده راح بتروجيت كان لسه وليد ناشئ يعني ومحدش عارفه بدأنا التحرك وهو بيتروجيت كان ببتدي بقى ايه يلمع ويسمع وكابت المختار لقطه واسقله واعتمد عليه لكن وليد نفسه الله ده الاهل عايزني انا استعجلت ليه فبدأ وليد عايز ييجي ويضغط لانه ده كان حلمه من الاول انت قلت هو من هو صغير بيسعى طبعا ميتين كيلو جاي لا بس عمري جمال جاي لنادي الاهلي جاي ناشئين يعني انما وليد كان وهو ناشئ بدأ يستع نجمه ويكون لعب مؤثر ويحدث الفارغ في بيتروجيت فاحنا بدأنا نتحرك بكسافة كل سنة هناخد وليد آخر السنة ووعد يا وليد بس نقعد بس نكسب بس نعمل وحنمشيك تيجي آخر السنة ما يحصلش ثلاثة أربع سنين وراء بعض آخر مرة كنا اقتربنا عهدناك رجلا فكنت على قدر المسئولية شكرا يحاول انت بقى ايه في السنة دي كانت وعد وعد قاطع واخر السنة كالعادة لسبب أو آخر قالوا مش حينفع السنة دي واذا به يقع فريسة انهيار عصبي ده الوزير ساعتها سامح فهمك لسه وزير البترول ما هقولك لسه طول وقع فريسة انهيار عصبي واتنقل لمستشفى فيه في فيني شارع فيني في الدق احنا معانا في الاعداد زميلنا العزيز محمود المخبازي انا يوميها لما تقال انه وليد سليمان جاله انهيار عصبي ودخل للمستشفى في الدق وقلت له شوف الموضوع فراح المستشفى لا في القضة وليد ما فيش الا الشبشب بتاعه ما انا حاولك اللحظ يعني كاشفدوه بدون الشبشب انا حاولك اللحظ اه هو قعد يوم وبدأ اللوايح تدريس يستطيع وهو طريح الفراش ان يتقدم بشكوى مدموغة بشهادة طبية انهيار عصبي اكتئاب وانهيار عصبي قد يؤدي الى امور اكثر خطورة اذا قال انا بسبب النقوص في الوعد بان انا اروح لنادل عايزه انا كل مرة وانا بمضي بيقولولي امضي علشان ما تمشيش ببلاش وحنمشيك فكان من الممكن ان الاتحاد الدولي يعني يخضه قرار وبدي هذا يعني هو داخل المستشفى الصبح كان الشباب والرياضة بتعمل تحقيق واتقال هذا الرأي ان لو تقدم بشكوى الاتحاد الدولي كذا 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 وانا كان في ذهني ان اتواصل معه تاني يوم لما سألت تاني يوم قالولي ده ماشي في الفجر الفجر جوم ناس خدوه ما عرفش رعه بيفي على فيه اتضح انه راح قابل وزير البترول الانازاك وهو على فكرة صامح فهمه هو العيب كورة وهلاوي الهوى لكن انفي بالنسبة له الامن البكر تجربته ده الامن البكر يعني كانوا يقولون كده فقاله اذا كان انت مش لاقي نفسك وشاف ان بيتروجي بنعيد عن المنافسة على البطولات امبي قريب جدا تعال اكسب معنا بطولة السنة دي هو حسيبك وده الوعد راح مضى انه يتنقل امبي واجل الحلم واستطاع ان يحصل من هذا الوعد على انه خلاص اخر السنة حيتباع وعرضه الشطارة بتاعت امبي انه تبهت لنا اعلى سعر فتقدم الزمالك بسبعة مليون جنيه فالنادي الاهلي قال واحنا فقالوا طيب الزمالك رفع نصف مليون جنيه وانا قالوا احنا برضو نرفع سبعة مليون جنيه كل ده بشرط ان يسأل وليد عن رابطه اذا تساوت العروض لحد ما تقلنا ادلس يعني مش هتخلص هلالهم طيب هنعتبر ان ده العرض النهائي قالوا بس اكسروا ان شاء الله بخمسين الف او مئة الف حاجة كده عشان بقى نعرضوكم اكبر واذا ما جلناش رد من الزمالك لحد تسعة الصبح خلاص اللعب بتاعكم مش هنستنى كنت انا معاك في الحلقة في الحلقة وعمال بتجريني مين وشمال انتوا اللي عايزال حق اروح عكت Ostani وروح مكن Barbie من المزيد ما رقصتش اللي حاجه مش هقول ان انا عارف هتخلص علش هتخلص المهم يعني فراوح بس أنه ما ترقص مينك وان الموافق يعني بابو ممسود مدام كده ادري عالش فجاء وليد واستطعنا خلال ساعتان ان ننهي كل شيء روحت من الحلقة كان عندك في البيت جالي الساعة 2 إلى 2 ونص كده وكان وكيله المصري اللي عايش في فرنسا موجود في فرنسا وقتها فجاء معه أحد أصدقائه المهم يعني صاحبه ده اللي كان بيتكلم وهو ما تكلمش خالص وصلنا للاتفاق المالي خلصنا صلينا الفجر قلت له روح بقى افتح لك ساعة أو ساعتين بالكتير تسعى لربع تكون في المكتب عندي مش معنى تسعى لربع لانا كنت عايز يروح الساعة 8 اكتب الشيكات واجهز الاستغناء واجهز العقود ويجي يمديلي عليها والشيكات تروح ناخد الاستغناء ويكون المهلاء المعطاء لنادي الزمالك انتهد فما هيبقاش فيه سبب مش هستنى ساعة عانا بتفرق بتفرق الساعة في الأمور ادي ايه بتفرق ادي ايه اذا قال لك يلا بينا ما تقول هاروح اسعى لقالدي اقول له انت مش ناوي ايه طب انا حعمل ناو من زي ناو على رأيه اه دلوقتي عم اه ايه 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 يعني خلاص بدنا مصننا اتفاق بتأجل ليه حاجش يأجلي الساعة ثمانية وربع تسعة لربع وليد ما جاش ام وكان الشيكي كتب والمدوب واقف قدامي عايز اتحرك بيه وانا مش هحركه لازا كنت ضامن ان وليد جيه وخلصنا اي العود بقى احنا خلصنا اتفاقات اي يا وليد قال لي طب ما تديني قلت له بص يا وليد ان ما جتليش خلال ربع ساعة المدوب هاو حقوله روح كنت متفهم مع الكابتن حسن على كده انت تجيلي فورا كابتن عادل داني حتى ملحد شخصي قلت له تجيلي فورا قبل تسعة كان عندي مرة على العقود وكان ابننا ده قلت له اكسب وقت تروح وتوقف تحت ما تطلع شغل ما قولك اطلع اذا وليد مضى هقولك اطلع بالاستغنى اطلع بالشيك سلم وانا جاي لك وده اللي حصل الحمد لله مجموعة من الاهداف طبعا الاسطورية اللي بيتكلموا على الاهداف الاسطورية اتفضالوا اتفضالوا يا شباب مين بيعمل كده يا اهل الخير والانصاف يا اهل المغنى يا اهل الخير والانصاف سيبك من دي كتير بيعملوا دي لكن اللي فاتت دي مين بيعملها واستنى بغيرها كتير ده الجني اللي جابه في التراجي ده يتدرس اتفضل اتفضل يا استاذ لا انا مش هرغي انا عايز استمتع معاكم اللي جوان دي وحاكمل بعدين طبعا انا خلي يعيدها لك تاني كمان لا انا شفته عشان الناس ايه حيقولك بس كامل اهداف جميلة جدا اتفضل بس القتال بس الروح لا عارف يا معافر يا معافر الاعلان بتاع معافر اهو المعافر ده قول لي ايه المهارة لنقصة واحد زي ده فردي بيرقص سريع شويت بيصنع لعب بيهدف بكل اصناف التهديف وكل كرة فيها وعي وتفكير وتنفيذ مش ممكن يا جماعة لعيب خلا ما يتكرر صحيح وارقامه بتقول انه لعيب لا يتكرر كثيرا اه بالهد عايز تاني وبالهد طائرا برضو هتلاقي بيجيب جواه اه طب نجيب واحد تاني زي ده من اين اهو يالله فرستايم خسارة وليد اصناف لعب خسارة متنوعة اصناف اهداف متنوعة ده انا مش ناس يوم موسيماني نزلوا تلت ساعة وجاب جولين بقى موسيماني يعمل كده بقى ده موسيماني كتب تلت تويتات مبارح لوليد يعني كان بيقوله انا فخور ان انا دربت واحد زيك كنت سعيد جدا للاحترام المتبادل بيننا كتير ما كنتش بابدأ بيك وحتى لما مرد ديتك خمس دقايق بس كنت قد ايه محترم وانت بتدفع عنه ايه الحساسية دي ايه الرؤية دي اخوانا ايه الرؤية والحساسية دي اسطورة ده اسطورة ده اسطورة الاساطير بيجيب بيجيب لب بيجيب من من اربعين يارضة بيجيب يعني ده غير صناعته للأهداف بقى غير صناعته للأهداف طبعا حدث ولا حرك وبعدين هو فيه لعيب موهوب ومهاري يقدر يدفع بقوة مدافع شرس قوي روحه عالية جدا بيتحرك بدون كورة طبعا بيتحرك بدون كورة عنده رؤية ويصنع لعبة مؤكد وقفنا فين وقفنا بقى على ايه ان خلاص الفلوس الراجل اللي يروح قلت لك لحسالم مشيك وانا جايلك يسنيني في نادي امبي قعد سنيني في نادي امبي طبعا جاه الوكيله بقى من فرنسا لما سمع ان كان تاني يوم الصبح موجود وحصلنا على نادي امبي خلصنا الموضوع وخلصنا وليد وهو راي على النادي خد امبي كم؟ تمانية ومية وخمسين حاجة زي كده كسرنا يعني التمانية بناء على طلابهم يعني الحدود يدينا بحكيها اعاشقا حتى المرض ما بيمثلش طب دخلنا النادي الاعلي وفي سننا زي بركات كده مش وبتركة ما احناش فيه مقتبا للعمر فيسطر تاريخا مذهلا 22 بطولة مذهلا وبعدين فيه لعبة وكلها ليه بصمات فيها ايوه فيه لعبة بتاخد بطولات او الفريق ياخد بطولات في وقتهم وهم ما لهمش تأثير حقيقي لأ وليد بصمته قوية طيب هو كان لقي يحدث الفارق اللعبة الذي يحدث الفارق أستاذ إبراهيم أنك تشعر للملعب تغير لما ينزل طبعا مؤكد بتشعر بهذا طب النتيجة تتغير لما ينزل طبعا مؤكد بيحدث في معظم الأحوال صحيح لما ينزل طيب هو نجمي بهذا الحجم الصورة دي كانت فين صورة دي كانت فين وأنا بمضي مع وليد بمضيني هو مضاني على احترامه وعشقه هذا سمير وكيله لما جاء حضر لحظة انهاية الإجراءات فطبعا وليد يعني لا يقارن تصنيفه حيظل تصنيف استثنائي يعني أما تجيب الاستثنائيين هو واحد منهم وأي شيء يحدث لتكريم وليد هو مستحق وربما كان يمكن أو نتمنى أن يحدث أكثر مما سوف يحدث وأي مجال حيختار أستاذ إبراهيم حيخلص وينجح فيه لأنه شخص تلخصه في كلمة الإخلاص والالتزام والشغف ثلاث حاجات ينجحه أي حد ايه أبرز سماته ما هو الإخلاص الشغف الالتزام ثم الصفة اللي تنجح أي عبقاري التواضع متواضع هو لو حس أنه زي ما احنا بنتكلم عليه كده كان طلع عنا وإحنا بنشتغل معه زي غيره ما بيعي إنما ده تحت الرادار مسمعه مش صوت هو أحد القلائل الباقيين اللي احنا بنقول عليهم يعني كبار الأهلي وأساطيره اللي نتمنى أن يستمر عطاقهم حتى نهاية العمر الحياة وليدي استحق كتير استحق كتير من التأدير ومن الحب ومن العرفان ومن الانتنان والحياة كتير من الزمل حتى مقدم برامج التوكشو العام مش الرياضي كانوا حرصين يسجلوا رأيهم في حب جمهور الأهلي الوليد سليمان وحب وليد للأهلي منهم الأستاذ تامر أمين نشوف وليد سليمان قيمة كبيرة جدا 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 مش بس في الكرة المصرية لا أزعم كمان في الكرة الأفريقية وليد سليمان مش بس الحقيقة قيمته بالنسبة لنا كأهلوية إنه صائد البطولات وآخر عن قود المهارات في الجيل الذهبي للنادي الأهلي لا قيمته كمان قيمة تعلي تعلي من معنى الوفاء والإخلاص والانتمام وليد سليمان الالتزام الأدب والطاعة والانتماء في أحسن صورهم وعايز أزدكم من الشعر بيت ودي معلومة أنا عرفها مش اكتهاد بقى أو مكلاء معلومة أنا عرفها لأن أنا كنت حاضر لهذه الكواليس في وقتها وقت ما بيرامدز كان بيتكون بعد ما انتقل من نادي الأسيوتي إلى نادي بيرامدز وكان بيتكون فكان إدارة نادي بيرامدز بيتجمع صفقات ولاعبين من العيار الثقيل والسوبر بيرامدز وقتها فاتح ثلاثة لاعبين في الانتقال إلى صفوف بيرامدز وأغراهم بالمال ثلاثة لاعبين واحد جري وهروال ووافق وواحد تردد ثم وافق وواحد رفض قبل أن يسمع الرقم التالت ده اسمه وليد سليمان عشان كده اللي حصل في الملعب بتاع المباراة بتاع أهل سليمان كروباترا من بعض الجمهور القليل اللي كان حاضر المباراة لوليد سليمان يستحقه ويستحق كل كلمة فيه وكل حرف فيه وكل فتلة في القماشة الكبيرة اللي عملت بيها يفطى بتاعة وليد سليمان النهاردة الميت مليون بيقولولك عاهدناك رجلا فكنت على قدر المسئولية شكرا يا حاوي كلمة مهمة جدا كنت على قدر المسئولية شكرا يا حاوي نتمنى له كل التوفيق طيب تامر أمين أشار وقع مهمة جدا وهي اختبار انتماء وليد لأنه المعلومة اللي قالها تامر أمين هي تعرفت وقتها لأنه كان عرض أولا مغري وسانيا كان في توقيت الآله بيتضرب فيه في حاجات كتيرة أولا خد كباره أيوة ازاي ان انت بتكسر فيه فكان واحد من اللي عليهم العين تلقوته وليد سليمان اتعرض عليه عرض كبير زي ما تامر بيقول رفضوا تمسك بالآله وأنا فاكر وقتها قال جملة قالك أنا تعبت وشئيت عشان أجل المكان ده لا يمكن أسيبه تعرف في كأس العالم أنا أفكرك باللقطة دي بعد ما الأهلي خاد الميدالية البرونزية وهو معنا في كأس العالم الأخيرة قد إيه كان سعيد باللحظة وهو بيتكلم الحمد لله إن أنا ممشتش من الأهلي الحمد لله إن أنا ما سيبتش للأهلي شوف ما هي الحمد لله ما سيبتش للأهلي اه انت احنا أنا بيقول لك خليك في الأهلي تقول لي ليه وبأمرت ايه عشان اللحظة دي واللي جاي بعدها أيوة فهو سيشعر وسيم تستمتع وأشعر بصواب قراره فيما هو يتي من أيام بإذن الله الحب والتأدير والاستقرار هو إنت النادي الأهلي مش بيعمل لك البحر طحينا وهو ده سر نجاح الأهلي ايه إنه صادقا معك ايه إذا قال لك هعمل هيعمل ايه وإذا قال لك أنت يعني مش هتندم يبقى مش هتندم اه إذا قال لك أنا زعلان عليك يبقى حيزعل عليك الموضوع ببساطة شديدة كده والموضوع يا جماعة لو الحزبة إن الأهلي بتلوي دراعه كان تلوي من زمان لكن الحقيقة إن دراعه قوي جدا ما حاش فيقدر يلو دراعه أقوى من إن هو يتلوي حتى بمعيار وده اللي أنا عايز أقول لأولادنا معيار البطولة اللحزية مش هو مقياس لأي حاجة هو اختبار بقدرتك على الصمود ثم التصويب ثم العودة أقوى من ما كنت أيو يا شبابنا صغير عيشوا معنا اللحظة دي بقى التاريخية دي عشان نكرر التاريخ مع بعض المرة دي ولما تكبروا تقولوا إحنا كنا جزء من هذا النجاح لإنه وقفنا ما شربناش وما بلعناش الطعم ووقفنا مع ندينا كما ينبغي اللي مش حاجة مع الأهلي دلوقتي اللي مش محتاجه بعدين ده كلام مهم جدا 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 نستكمله بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد آخر جملة للمهندس عدلي قبل الفاصل أنا ما قدرش أعديها مش هتقف مع الأهلي في الظروف دي الأهلي مش محتاجك في الظروف الكويسة بعد كده لأ بصحيح اللي ما قابش مع الأهلي دلوقتي طب يعمل بيك ايه بعدين اه ما هو أنت حبيت الأهلي ليه لإني شفت فيه حاجات مش من ضمنها إنه يا يكسب يهجموا يا يسمع كلامي يهجموا بس كلامك أنت ميه كلامك أنا ولد ده اعمل تجربة في أي صهرة أستاذ إبراهيم لو فيه اتنين وفقوا بعض يبقى نسمع كلام بعض وكل واحد يقول لك رأيه هو ده الرأي أنا قلت لك إن أكبر هزيمة أن تسعى فقط لانتصار لرأيك فتنتصر لرأيك والجميع لا يطيقك لأن مش بتضرور رأيك ده اللي يكون الصواب صحية أنت تقول رأيك وهو فيه مثل حتى يقول لك انصح صاحبك من الصبح للمغرب وفي العيش أبيعه ماهو ما فيش فايدة ماهو يحيكراهك يحيكراهه منصوحة للمغرب خلاص عمالك وفيه مثل تاني يقول لك انصح ولا تلح وأنا مع التاني ده الالحاح مش كويس ماهو لو كان عايز يسمع نصحتك كان سمح وغالبا أستاذ إبراهيم ماهو يجي واحد يقول لك إيه رأيك وعايز تدعم رأيه مش عايز يسمع رأيك لأنه لو دعمت رأيه ولك مش كده ولا إيه أقول له طيب لو قلت رأيه غير رأيه ماهو معلش اللي إيده في المية مش اللي إيده في النار يبتدي يزعل منك فالنصيحة مش مع كل الناس تنفع صحيح طيب احنا أشرنا إلى أنه في هذا الموسم اللي بيوصى من الأهل فيه بأنه فاشل كان عنده أخطاء ومرة تانية وتالتة احنا حتى هنا في ملك وكتابة من البداية قلنا مش هنكون كان عام أبدا مش هندفن رأسنا في التراب انت عندك أخطاء تكررت أخطاء في تقدير الموقف الفني أخطاء في المعالجة بتاعت فترة الارتباطات المضغوطة للمؤجلات الفلسفة بتاعت إدارة مطشاة المؤجلات بالاعتماد على نفس العناصر لدرجة الإنهاك التام والإصابات بالتالي طبيعية جدا دي تكررت بامتياز ولا يجب أبدا أن يسمح بتكرارها من قبل أي جهاز فني يشتغل السنة الجاية إن شاء الله لكن وإحنا بنلوم نفسينا وإحنا بنعترف بأخطاءنا وإحنا بننور المنطقة اللي حصلت فيها الأزمة لا نقفل إنه في حقوق قانونية وهدرت الديني حق يا أخو سيبني ما تدينيش أخطاء أنا مش حسبتلك سيدس إبراهيم أنا أكثر هجوما أقوى دفاعا الأقل خسارة السر في التعدلات تعالوا بقى نحلل التعدلات لو كان فيه أقل من نصها التعدلات كان ينبغي أن يفوز فيها الأهلي اقول لي ما تستحقش الدولة لكن الأفعل التانية إن أنت الأكثر إهدارا لحقوقك في المسابعة وده مش باعترفنا ولا برأينا زي ما عهدناكم في منهجية ملك وكتابة بأراء خبراء التحكيم نفسهم ما بنستعنش برأينا في ده وما بنجيبش رأي الكابت النصر عباس المحلل التحكيمي في قناة الأهلي دايما بنحتكم إلى أراء المحللين في القنوات الأخرى خاصة في القناة النقلة للبطولة ده تقرير تجميعي للحصاد المر وما فيش أمر من إهدار العدالة ولو أقول لكوك لاتنبرج اللي بدأ النهاردة تجربته في أنه يطلع بعض الحوارات اللي حصلت داخل غرفة الفار ويحلل بنفسه بعض الحالات التحكيمية لو قلتلك الرجل الإنجليزي ده قال إيه على قرارات وهدرت فيها حقوق للأهلي هتعرفوا قد إيه الأهلي فعلا اتعرض لهذا إيه بس هو نفسه ما تعرضش للضغوط يغير كلامه نعمل نعمل إنه ما يوصلولوش لكن هقول لكو نشوف في هذا التقرير التجميعي كيف فقد الأهلي فرصة الفوز بالبطولة وكيف أهدرت حقوقه وحدة بوحدة بقرأ خبراء التحكيم ولحظوا دايما هيتكتب المباراة إيه والوقعة إيه محمد شريف استلم الكرة بسدره وحصل دفع بالجسم فيه دفع بالإيد ودي كانت راكل الجزاء مستحقة لنادي الأهلي وده مسك ومنع تقدم المنافس مسك حسام حسام حسن وبالتالي راكل الجزاء تانية في المباراة لم تحتسب للنادي الأهلي اللعبة كان فيه مخالفة اللعيب عايز يلعب الكرة بسرعة حط الكرة عشان يلعب بسرعة فالكرة كانت متحركة حكم الفر تدخل وهذا تدخل غير قانوني يعني كده هدف الأهلي صحيح دي راكل الجزاء لم تحتسب للنادي الأهلي الرجل جاء جابت الرجل بإهمال وده راكل الجزاء لم تحتسب للنادي الأهلي لأن الإهمال اللي حصل مع محمد شريف في اللقطة اللي فادت دي كان فيها راكل الجزاء لم تحتسب للنادي الأهلي راكل الجزاء لم تحتسب للنادي الأهلي راكل الجزاء المحتسب أو دخل مين اللي داخل لاعب المأولين ها اللي هو شالها اه بص الكورة بقى اللي بتتشاط اتصاد مين اللي بيطلع الكورة هو الشام هو الشام شوف الحالة اللي بعد كده بعين بص يا كابتن دربة جزاء صحيحة غير محتسبة للنادي الاهلي في الناحية صح كده بالضبط كده المسافة من اخر مدافع الخط المرمى كان 15 متر و 48 سنتي طيب المهاجم اللي اتحسب عليه لو اقل من 15 متر 48 سنتي يبقى الكورة دي تسلو طيب عاوزين نشوف خطوط الفر عملت ازاي نعم النقطة لازم تبقى محتوطة في الكتف ده يعني الخط ده يبقى محتوط هنا طبقا لرؤيتي هدف الاهلي سليم طيب يا جماعة احنا جابنالكو بس واحد اتنين تلاتة اربعة خمس نمازج ولو فتشت هتطلع بحاجات تنين ثلاث نقطتين ثم نقطتين ثم نقطتين ثم اتنين ثم اتنين اه يعني يعني المصري ليك دربتين جزاء عشر نقاط المصري ليك دربتين جزاء وده خسرته ها مه البنك مباراة انت كسبته وعافية كده ضايع عليك نقطتين ضايع عليك نقطتين يبقى دي تلت نقاط سموحة خسرته ليك دربت جزاء ضايع عليك نقطة خمس نقاط المقالين العرب اتعدلت ضيئة اتنين اتعدلت ضرب الجزاء يجب أن تعد تشريحة الفنينلا ضربتين جزاء لم يحتسب ضربتين جزاء لم يحتسب ماتش غريب جدا على فكرة هو الماتش ده كان مربط الفرص لان كان لازم تخسره عشان تفقد المركز التاني في نهاية الدور الاول ويبتدوا يحاولوا يجروا للاتحاد الافريقي انت خسرت هذه المباراة لهدف او تعادلت فيها لهدف لانك لو كسبتها ما عندهمش حاجة وعلى فكرة لو كسبتها كنت حتنافس على الدور الاخر وقت فانت دي كمان ايه نقطتين سابع نقاط فاركو لا كمان يا كده فاركو اتنين عاشرة كده ما لسه وفاركو هدف قلب بصر وقلب الدنيا كلها جون مش ممكن يتلغي الا في مخيلة الذي يريد ان يلغي انه حط لك النقطة بتدليس واضح عكس الاتجاه الصحيح بده بحطها ناحية المرمى وحطها ناحية ضرب خط الجزاء منطقة الجزاء ادي عشرة بس في خمس مطشات اخرينيين او ست مطشات اخرينيين واخد بالك غير لو مشيت بدري في الباقي هتلاقي حاجات مني انت هدرت لك حاجات في مباراة انت فوزت بيها فما تأثرتش لكن دي الاخطاء اللي افقدتك نقال لا وفيه اخطاء افقدتنا هتطلعها لك انا بس انا مش عضرالي دلوقت واخد بالك فيه اخطاء طبعا مطشين مطشين البنك الاهلي انت فيه اخطاء المطشين مش واحد اول وثاني اول دور الاول ودور الثاني انت لك مجموعة اخطاء كان يجب ان تحتسب ما علينا هنعتبر انه هما دول العشرة المرة وكلهم مفهومش جئداء كل دول لا يحتمل هوا انت لما انت تلغيلي عشان الكرة كانت متحركة واتعادل الذي فاز بالدوري معك ما جبتهاش دي ليه ما لغتلوش دي ليه ما هو فارك الكرة ولعبها ده لعبها مرتين كده ده لعبها لنفسه مرتين دي اوضح واصفرت عن هدف التعادل كان ممكن تكسب المطش ده وانتهي الامر انت ملاحظ حاجة انت مش خسرت سنتين واربع هل فاز عليك الزمالك في السنتين دول الموجات المواشرة صالح مين وتغسر الدور قال ده منطق طيب كمان ما كانش في منطق انه وانت بتلعب بقية المباريات بالشباب انت بتريح الفريق الكبير لان فعلا الناس حتى لو منتاش ريحتهم هم مرتحين خلقه الناس عضلتها خلاص ما بين اصابات وما بين اجهاد تام فكان القرار الحكيم والمسؤول كفاية كده واقعي اكسب حاجة والدفع بالاشبال عشان تستكشف قدرتهم وتديهم فرصة وتعلن رأيك في رسالة عن اللي انت شايفه في الدور ده من اخطاء تقديرية عنيفة وفي اتجاه واحد نقبل الاخطاء التحكمية لو هي ليكو عليك لكن بهذا الشكل لعيب يقلعه الفانيلا وما تتحسبش ضربة جزاء ده في عرف مين طيب يعني في عرف مين بطنه بينا يعني مش معقولة الهوى هو اللي خلقها اللعه الفانيلا وما تتحسبش ويستغربه خبراء التحكمي يقولك ده اوضح من انها تتساب ما علينا لما انت تريح وتلعب بالناشئين تريح الكبار وتلعب بالناشئين الناس رجبة المرجح اللي يلعب مباراة كويسة اوي بالشباب كله يشيد الفريق الولاد الصغيرين يرتبكوا في مباراة تسمع كلام عنيف جدا ضد القرار والغريب ان ده ممكن يجي من لعيبة كبار لعيبة كبار كانوا صغيرين ولما طلعوا عاشوا الظرف ده وعاشوا التجربة دي بس بينسوا الظرف اللي الولاد الصغيرين فيه فيكون الرأي غريب جدا وعنيف عليهم كان من ضمنهم الكابتن محمد عبد الجليل نشوف رأيه الادارة دلوقتي لما قالت انها هلعب بالناشئين فانا بحط المراية الخاصة بالقطاع الناشئين قدام الناس ده ده تعب سنين عندنا احنا مش بنفتر يا كابتن فاروق الادارة هي اللي بتدير الادارة ليها عيون ليها عيون جوه وشايفه الادارة دلوقتي هي اللي بتدير يا كابتن مش الجمهور يقول لعب بالناشئين اروح لعب بالناشئين وشؤلة ناشئين عربية تريلا معدية أحطها 10-15 ناشئ ونزلوا لعبه ده اسمه ده بهدال الاسم النادي الأهلي الجمهور يقول اللي هو عايزه أنا أداره أنا شايف اللعيبة دي هتقدر طبما نجربتهم في كاس الرابطة وخرقت من الكاس الكلام ممكن يبقى له وجهته وقيمته لو كان الأهلي ينافس أما وأن الأهلي قد فقد أنا قلت لك ماتشين واربع كان المقاولين واعتقد بعديه كان البنك أظن كانوا كده فخلاص بقت فرصتك في الدورية تقريبا مش موجودة لإنك هو كان زمالك فاضل مش حي فأنت شايف فأنت بدري قلت إيه ألحق ريح لعبتي عشان مخسرهمش السنة الجاية كمان فالكابتن عبد الجيل بس فاتوا الهدف من اللعب الناشئين مش إن أنا أحط الشباب قدام التريلة إطلاقا طبعا ده قرار في الظروف الطبيعية عمره ما هيحصل كده طيب لكن في الظروف دي كان لازم يحصل كده عشان أنقذ ما يمكن إنقاذه وبرضو مش هيبقى الحكم عادل جدا عن ناشئين طبعا لأنهم في ظروف صعبة لكن رغم كده استطاع مجموعة منهم أن الفتو ده أنت لو خرجت من التجربة إن أنا ما عنديش مشكلة في حراسة المرمى أدي مكسي صحيح طيب هو عبد الجليل قالك تلميلي مجموعة من الولاد صغيرة تحطهم في التريلة وروحوا لعبوا يعني يلا هي مولد وفرح هو ده تأديره للقرار بس كابتن أيمن يونس في تحليله للمباراة الأخيرة بعد نجاح الولاد نشوف رأيه عشان تشوف المسألة في المرجحة رأي كابتن أيمن يونس سوارش نجح النهاردة إنه يعمل يسح من منطقة نص الملحب وده جزء من زكاؤه إنه يواجه فرقة سراميكا كلوباترا في دايما مناطق الضغط على مناطق الكرة ده نجح الجنة الأول بيجسد الفكرة بتاعت سوارش عشان كده سوارش النهاردة بيعمل ختام فعلا بيتقال هارد لك مدربة ظلم في الضغوط والأوقات وكلام ده كله يعني أداءه في منطقة نص الملعب في عملية الضغط على مناطق الكرة كان هايل شباب الأهلي بصراحة شباب الأهلي مطش رائع ما هم لما لعبهم ما بعد خمس ست مطشط التادو ينساجم الناس قاسية في حكمها الناس تقيلة قوي في حكمها شباب الأهلي النهاردة كلهم رائعين والمطعمين طبعا ببعض النجوم الكبار اللي كانوا الجدية اللي ظهر على رامي ربيعة على منعم على منعم الجدية على أحمد عبدالقادر كمان بصراحة الجدية دي صنعت جدية الشباب اللي وسطيهم أداء وفوز مقبول جدا للنادي الأهلي ويديك علامات استفهان على كل اللي فات هل الناس زي اتضغطت اتظلمت اتحطت تحت أجواء المباراة تديك أسئلة ما تدكش أجوبة تماما يعني كل الاختبارات اللي خدوها نجحوا فيها إلا ممكن تقول لحظات في بعض المباراة تعوض الخبرة لكن مؤكد أن أنت طبعا أنا أقول لك حاجة هل أنت كنت تتوقع نتيجة هذا القرار النتائج اللي تحققت من الناشئين دي والأداء اللي قدموه لا تكسبت اللي تحادس سكندري فريق عنيد جدا وكسبت مرتاحه 3-0 انت نهيت 4-0 أمام سيراميكا فريق عنيد جدا لم يفز عليه المنافس إلا بشق الأنفس والمساندة وانت بتلعب بالولايات صغرية بالمساندة يعني ارجع بقى كيف فاز بطل الدوري على سيراميكا واحد من الماتشاط البردو اللي الناس أجمعت ان السيراميكا أهدرة حقه فأنت هنا إذا فريق ولعيبة فيه حاجة اسمها الحيوية والنشاط كان موجود ولعيبة ماتش من ماتش بتتحسن وبتلاقي بعضها والهرمونية والثقة ان يبقى وقف على رجله والتحرك المباشر وغير المباشر فيه جولين التالت والرابع دول في منتهى الروعة التحرك وصناعة الألعاب والماتش اللي قابليه نفس القصة وتشوف الجون بتاع زياد في الاتحاد ايه الابداع ده هذه جونة هوا شوف التحرك بص اللامسة بقى مش رؤية دي ولا ايه صدفة يعني احنا لان وهو ضربة جزاعة تسبب فيها يبقى ايه ده انا عايز احيي واحد برضو تاني الالفة بقى المرة دي رامي بؤكد اه قدم احسن فترة لي من سنتين ده البيج رامي مع الشباب ده البيج رامي اه البيج رامي كان في الفترة دي اه حتى ميكسوني شوف الثقة ميكسوني يا جماعة تم اعارته لابها السعودي لمدة موسم النهاردة خلاص قرار كويس يروح تسترد جزء من من مصروفاته وتوفر راتبه وتوفر مكانه وتتفرج عليه بشكل اكثر تديره هو فرصة اه اتفضل 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 رؤية محمد محمود اتفضل ابننا المهيبة الصعيدة رقفة خليل الفين واربعة هذا الشاب اللي عمالين يقولوا الاهل يوناشئين عايزين ايه شباب وديم الشخصية طب مين اللي بيحتضنوا ناشئين 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 كلهم زمايل في الملعب طيب لما الاهل خاد القرار ده يا جماعة لانه هو انا بقولك هي مرجحة والله هتنجح المباراة الفريح هيوفق يبقى القرار عشا العشا اللعيبة نفسها القرار في الملعب ممكن نتيجة لسبب الآخر ما تتحققاش بالقرار سيئ هو اه انا سيت امبي اه امبي ده فريق عديد جدا صحيح كابتن احمد سامي وهو رجل مدرب من المدربين اللي ليهم قيمتهم في المسابة لما تسأل عن الاهل تراجع واحتل المركز التالت كان له رأي نسمعه الاهل بيخلص تالت دور عام بيخسر مباريات اللي طلع نشيء كتير هو اختار الابقى تالت هو ده الاهل اللي اختار اه يعني اختار ان هو ما يوصل ان هو يلعب بالفرق الاساسية رياحها على اساس ان اللعبة دي تبقى موجود والكلام ده كمين بدري لكن هو نادي الاهل انا مش شايف فيه مشكلة اكتر من الراحة وبعض الاستقدامات في بعض المراكز لكن الاهل عنده عدد لعيبة كويس جدا وانا مش شايف ان فيه مشكلة ان يعني مثلا خسر الدورة عادي دورت في الكرة لكن هو في الاخر ان انت مش محتاج ثورة يعني مش محتاج ثورة لا خالص محتاج ايه محتاج بعض التدعمات بشكل كويس كان محترفين وبعض المراكز محتاج يعني كلام احمد سامي انه ما هو الاهلي لما قرر يلعب بالناشئين ما كانش بصص على اللقب خلاص خلاص انتهى ولا المكسب ولا الخسارة ولا التاني ولا التالي ما هو لو حاطت في دماغ الحاجات دي كان اظهار الفطرة دي بطريقة تانية لكن هل حقق جزء من هدف حقق حاجات كتير من اهدافه من خلال هذا القرار اهمها واخطارها لازم يبان في فطرة الاعداد اهموا نسمة فطرة الاعداد يا جماعة مش معقولة يعني هو النهاردة لما ييجي مدرب المنتخب الاول والولومبي هو انته يعني مقررين تسندوا اندية على حساب اندية لماذا لم يختار لعيب الزمالك كلامه انه لعيب الزمالك في الفترة دي عندها مباراتين عندها مباراتين هي وهم مخلش لازمالك ولا فيوتر الاثنين عندهم الدور التمهيد في افريقيا في نفس الفترة بتاعة المعسكر اللي هي ايه الزمالك هي لعب مع بطل شاد رايح جاي في دور الاربعة وستين وفيوتر عنده الدور التمهيد في الكمفدراليين يوم ايه تسعة وسبعتاشر تقريبا الشهر ده اللي جاي برقة فهي في نفس فترة المعسكر يخلصوا باشحب كلامي لو ايه كلام المنطقي خلاص صحية يتفهم طيب مسك الختام كان في المباراة الاداء الاخير عبر عنه الصائر احمد حسن برأيه نشوفه عنوينك برده يعني سيئيا كده يعني ختام والافضل من كده بالنسبة لناد اكيد سويش نفس الحكاية ختام لشباب الناد الأهلي كمان كويس انت تقدر يتبقى عايف تحتياجاتك ايه مين اللي انت عايزه ومين اللي مش عايزه ومين اللي هيحق موجود مين اللي هيحق موجود الظبط ومين اللي مش هكون موجود معاك اللعبة دي فيه ناس منها تطلع تستفيد بيها بالناد الأهلي بعد كده فهي مباراة فيها مكاسب كتير بالنسبة لناد الأهلي وانا اعتقد اني النهاية طيبة في الظروف الصعبة اللي كان بيعيشها باتفق معاك الناد الأهلي باتفق معاك طيب مكاسب كتير حسن الختام طبعا نتيجة كبيرة مش متوقعة واداء اروع ومستحق وعدد المكاسب وكلنا شايفين يعني هوت كل شيء مرهون بفلسافة القرار صحيح هل تحققت النتائج او فلسافة القرار حققت النتائج بتاعتها اه حققت حققت حاجات كتير اذا هو قرار سليم لان كان من الواقعية تتعامل وهنا حصن الادارة اي ولو الادارة دي كانت عامل حساب القيلة والقال كنا هكنا لعبتنا زودنا الإصابات ما شفناش الناس دي دولات على الأقل هتاخد اللي تاخده وتعير الباقي وكان معرض مفتوح اللي عايز موهبة على سبيل اللي عارة هياخدها والمواب الأتقل وإحنا جاية وراء لسه طيب ايه المكاسب التانية من هذه التجربة وهذه المباراة نشوف رأيي الفنان عماد متعب دي أحلى اللقاء لسوارش أحلى اللقاء لسوارش وأنا مبسوط بالنتيجة مبسوط صراحا الراجل اتظلم فعلى الأقل وهو ماشي ماشي بمكسب ومكسب كبير والناس بتتكلم وأداء حلم يعني ده مباراة كلها مكاسب للناد الأهل النهاية موسم بتني بشكل جيد عندك لعيبة ظهر بشكل جيد لعيبة ناشئين عندك لعيبة اللي كنت رجعي من الإصابة أو لعيبة اللي بتلعبش بدأت تشارك وبتظهر بشكل جيد فعلى معتقن المباراة كلها مكاسب من كل اتجاهات مبروك لناد الأهل المكسب النهاردة صوارش شكرا لك واتظلمت وبالتوفيق لك في المرحلة جاية سواء هنا أو برا بالتوفيق لك طيب برضو كابت النعمات متعب يعدد الفوائد من هذه التجربة وبخبراته طبعا وراجل يعني اتفق معنا ان خلاص انت خرجت باللي انت عايزه من هذه التجربة وكانت ناجحة وقدمت لك حاجات جيدة تستطيع ان تبني عليها مستقبلا احمد عبدالقادر يا جماعة واحد من العناصر الموهوبة الموهوبة والمتميزة واللي عندها قدرات تأهلها انه يبقى لعيب كبير عنده قدرات تأهله انه يبقى لعيب كبير واكب من لعيبه كتير حافظوا على موهوبتهم بالذات اللي موهوب بشكل استثنائي واحمد عبدالقادر موهبته استثنائية شوي فما بين فكرة ان انت تحافظ عليها وتنميها وتاخد بالك من نفسك او تهملها ودول خيارين جمهور الاهل احيانا بي بيقصوا في الرأي ولازم ان ناخد بالنا انه الجمهور الافتراضي اللي موجود في السوشيال ميديا ارجوكو ناخد بالنا لانه فيه ناس مش فكرة انهم مش اهلوية لا كتائب مندسة شغالة لاطراف اخرى عشان اولا تضرب في اللعيبة وتهز سقة اللعيبة في جمهورها وتعمل فتنة بين الاهل ولعيبته وبين جمهورها ومرة توقف معك وعشرات تحطي لك اخبار تفضل يقنعك على طول انه اهلاوي وحاطت شعار الاهل ويجي يضرب في السليم في وقت معين توصل لدرجة ان انت تستفز احمد عبدالقادر انه يتشتم او يسبب بأسرته او بوالده او بوالدته فينفعل فتبقى المسألة ما هيش لطيفة ابدا هو ياخد باله اه بس ما خلينا نبقى واقعيين يعني ايه لعب يتشتم بأسرته مفيش جمهور يعمل كده ابدا وجمهور لا لعمره ما كان كده ولا عمره يعمل دي اللي بيعمل ده فعلا ده عناصر شغالة للهدف ده وصدقوني المعلومات اللي بتطلع كتير عن هزه الكتاب وازاي بتدار في الشقة بتاعت مدينة نصر والفلوس اللي بتتصرف عليهم عشان يخرب في القالة ويكسر في اكتر من اتجاه ينور احمد عبدالقادر بسك عليه تبصت لعمره رايح له في سكك في يومين اتنين طاك 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 الأول بقت ازمة يفخم جدا عشان تقتنع ان ده رأي اهلاوي وبعدين وهو في لحظات التفخيم دي انا كنت خايف وحصلت مع المهندس عدلي واحد يروح حاطة اسم عدل القيع بصورته حساب باسمه ايه ويكتب تهاني ويكتب اشهادات يثبت الموضوع يقنع الناس انه دار ويجي في التوقيت اللي هو عايزه اللي هو الاكاونت ده او الحساب ده معمول لحسابه يضرب الدربة بتاعته ده معمول مع ناس كتير اوي اوي والناس بتبلعوا طعم ده للأسف ويكون الضحية احمد عبدالقادر النجم الكبير وليد صلاح الدين عنده نصيحة مهمة لأحمد عبدالقادر نسمعها كابتن وعيد احمد عبدالقادر محتاج يهتم بالامور البدنية اكتر من كده شوية او لتحمل البدنية بص زي زي بقية اللعيبة حتى المريحة هو خلاص هو الموسم بالنسبة له انتهى راجع من اصابة طبعا محتاج اللي اهم من ده انه هو نفسه يبقى عايز يحط نفسه في مكانه انه هو يكون احسن لعيب كرة في مصر مش بدني بس بدني ونفسي ومعناوي وكورة وكل حاجة انه هو المكان ده ما يجيش حد يلعب عليه يعني دي محتاجة من احمد عبدالقادر تضحية كبيرة جدا تمرين كويس جدا التزام كبير جدا هو عنده كل حاجة عنده كورة وعنده سن صغير يقدر يروح للمكانة دي انتباه يعني هو الحقيقة كابتن وليد لمس نقطه كابتن عبدالقادر عنده الصعب اللي صعب تكتسبه الموهبة عنده الخصوصية بتاعته في مهارة معينة انه يعني يقدر يعمل ترئيسه وماشي انه بيغير بسرعة اتجاهة جسمه وعنده رؤية ولكنه لا يستخدم هذه المهارات دائما في التوقيت السليم ولصالح المجموعة فيصبح زي زيه زي الراجل اللي صوته حلو جدا لكن بناء كلام غلط مش على مستوى مع ملحن مش فاهم طبقات صوته ويبتدي يقدم أغاني هو فوق يعني هو أحسن منه يستطيعني نقدم الأفضل أنا دائما أرى هذه المواهب لأنه بتبقى برضو خلي بالك ذهنيتها حساسة اللي عنده الملكات دي بيبقى حساس دا عايز لايف كوتش أيوه لايف كوتش يعني يدل له موهبته وحياته يدل له يعني يعني يفضل لازقله لا حيديله بيوجهه مفاتيح ويحلله الموقف الفلاني دا انت صرفت فيه غلط كان ينبغي تعمل الفترة جاية خلي بالك في ناس حتنفخ فيك اهدى وما تصدقش لأن انت هل انت خلاص وصلت الأحسن حاجة لا يا كابلن دا لسه عندي يبقى حس ان انت لسه ما انت شوي أحسن حالاتك عشان لما توصل أحسن حالاتك تحدث الفارق احمد عبدالقادر مشروع بس مشروع يجب أن يدار بشكل جيد ساحب القرار في إدارة هذا المشروع هو احمد عبدالقادر كنت من بدري اول حياة من سالة وانت بتتكلم عنه فكره في اخطاع الناشئين وتعاملت معه بشارة وعارف يفكر ازاي وعارف انه ساعات يعنت في حاجات يضر بها نفسه لكن عارف انه انسان كويس وعارف انه انسان موهوب وعارف انه خسارة وعارف انه جيب اكتر من كده بكتير يعني الطريقة اللي كان بلعب بها في سموحة لانه كان اقل كان اكثر توضعا اقل شهرة كان عاج يسمة نفسه حقيقة فكان عن مستوى الفردي والجماعي مؤثر جدا انا عجبني بقى في مواتش السيراميكا ابتدى يلعب شوية ولما تشوفوا الجنة اللي عمله الجنة اللي عمله الجنة اللي عمله لاحمد سيد غريب الجنة الاولاني اه يعنيت نفتكره هو ده هو ده احمد عبدالقال هي انه هي المهارة اه هنا اقول لك انت لعيب موهوب اي مش لما ترأسلي ترئيسها صعبة لان الترئيسها الصعبة لما تصلش لحاجة زيها زي السبات اي لكنك وقت مكانك اي لكن دي عملت بيها شغل كسب فرقتك بص الكرة دي اهو شوف الرؤية بقى حاس بيه ودهاله على عدلته اه اشتغل هو ده احمد عبدالقادر اي ولو كان الموقف يستحق ترئيسها يرقص ويعمل وهو هداف وصانع لقم لكن عايزه يبقى قيادة دي اللي نقصها صاحب قرار سليم القرار السليم تلت تربع بقارية محمد صلاح في قراراته اي راجل عنده قرار صحيح قرار صحيح المونس عدل اشار لجزئية احمد عبدالقادر في اسموحة لانه كانت عنده حرية كان عنده حلول فردية كان عنده مساحة حركة وكان عنده مدرب كويس او اسمه احمد سامي الرأي فيها عن الفترة دي عبدالقادر وانا عارف ان انت اللي كنت سبب اعارت والاسموحة وتقلق بشكل غير عادي كان كل مبارا بيسجل في الاهلي بيسجل في الزمالك بيصنع فرص كل حاجة يعني اخر تصل بينك وبينو كان امتى لا من فترة مش فترة قريبة بس عبدالقادر من اللعيبة صعبة تتكرر في مصر صعبة تتكرر طبعا لعيب بيلعب في كذا مانا لعيب سريع جدا لعيب فينشر كويس قوي هو يمكن الفترة الاخرينية دي بعد الاصابة هو مستوى قل لكن اول ما راح النادي قالي كان بيقدي بشكل كويس صحيح عبدالقادر بيلعب في كذا حت وكمان بيتقلق للماتشات كان بيلعب عشرة مش 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 ناعدش مع بعض المباريات حسب الظروف حسب الظروف لا وكأثناء سير الماتش نعم لكن هو بيلعب عشرة بيلعب عشرة طب المبدأ انه هو لعيب يليق بالنادي الالي امكانياته تسمع انه بقى في النادي الالي ومنتخب مصر طبعا طبعا قولا لوحيدا ومش مجاملا للعيب شوف ده المدرب مرنه لكن طبعا زي ما انت قلت كان عنده حرية الحرية المعنى بها مش المدرب يقول لهم اللي انت عايزه حرية المساحات اللي مش بيلعب في الاهلي بالضبط لان كل فرق مقدسة قداما لكن كابتن احمد سامي قال نقطة يلعب رقم عشرة وانا موافق بس بشرط يقدر يلعب طبعا ناقص احمد عبدالقادر انا نحسى بالقول على كابتن وليد عنده غريزة انه لما يفقد الكرة لازم يجيبها دي غريزة ويجب ان تنم اوعى كابتن احمد تداخل جد انك لما تضيع منك الكرة انت اللي لازم تجيبها انا كنت بشوف في الكابتن نابوتريكو ودي كان جوسيبا اه اي اللعيب تتطع منه كرة هو اللي لازم يرجع اجيبها فيفضل يجري حتى لما نجحش بيربك الراجل اللي بيجري وراه بيخلي غيره يقدر يجابها انما اللعيب اللي بيروح بقى تتطع منه كرة والرجل بتاع يروح مرتاح انت بتورط خط الضهر وخط الوسط اتمنى من احمد عبدالقادر يستفيد من ناس مقتنعة بيه بتحبه وبتحب النادي الاهلي وبتحب النادي تشوف موهبة زي دي تتقلق كما ينبغي اسمع الكلام يا احمد من فضلك لصح مش عشانا عشانك انت اولا وثانيا وثالثا لانك تستطيع ان تحلق في اماكن جيدة بشار انك انت تسمع كلام الكابتن وليد بلاش عجل ده كلام مهم جدا عن لعيب موهوب يحتاج يتحافظ عليه نتكلم بعد الفصل اهلا بحضراتكم الجديد شفنا في كل اللي فات الاشيادة بتجربة الناشئين والاشبال وكان في بعض الفترات فيه رؤية شوية مش واضحة لبعض الناس زي كابتن محمد عبدالجليل فكان رأيها فيه هذا الجنوع مش بس كابتن وهلا هلا برضو كان بيقول نفس الكلام متحة شالة اه ما ما تسيب الناس هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه طيب عايز اقول لكم في مناسبة برضو مش انعدام الرؤية لا المعلومة نفسها مستر جيزفالدو فريرا المدير الفن للزمال لا شك مدرب كبير وبروفيسير عنده من الخبرة والحنكة ما يكفي وولوه تأثير كبير في اللي حصل للزمالك اكيد لكن في المؤتمر الصحف الاخير بعد مباراة استرن كامبن اللي خسرها الزمالك الراجل يتكلم على انه الزمالك حيلعب في دور الاربع وستين الافريقي في دور الابطال وقال انا مش فاهم ازاي يكون بطل دوري واروح العب في دور تمهيدي اول وغير ما بيلعبش ومعرفش ليه ولا ايه المعايير بما انه سأل سأقوله هي المعايير يعني كان المفروض الجهاز الاداري اللي عنده يحط له الصورة بشكل الامين لكن برضو انه حتى الخواجة يتغذى بفكرة ان احنا بنتظلم عشان الاهل بيتجامل والاهل ما بيلعبش لو كان فعلا اتحطت له المعلومة مؤكد ان الراجل في رئي نف انه يقدر يقول راجل يا ساذ ابراهيب انه يكون عادل بما يكفي عادل يا ساذ ابراهيب عايز افهمني ان الفيارة مش فاهم ان الرانكينج او تصنيف الافريقي ميروش دعب الدوريات انا ازعم انه مش عارف يعني هو هو عارف ان الادوار ربعه 60 بتترتب على نتاج الفرق في الدوري بتاعها ولا على نتاج على مستوياتها في الفطولات الافريقية يعني هو ما سألش نفسه كان لازم ان يسع الاداريين بتوع اصد ابراهيم ما تعدهاش كده دي يعني هو مش عارف انه هو في وجوده الفرقة دي كانت تالت او رابع مجموعتها انه ما عاداش دور المجموعات عايز تصنف فين يتحط فين هو ده العبرة اتحاد الافريقي بيصنف ده بدي مش ما سألت اشمعنا اشمعنا دي على طول اللي ملاش اي اساس منها المقارنة ومع هذا خلينا نقول هي حصلت ليه الانتحاد الافريقي عنده تصنيف والتصنيف بالنقاط بتاعت ايه بييجي اخر بتاعت ايه تصنيف البطولة بتاعت نتاج اخر خمس سنين نتاجك في افريقيا ايه وده اللي بقوله نتاجك في البطولات الافريقية اللي انت مشارك فيها سواء دور الابطال او الكمفترالي مش الدوريات المحلية نادي الاهلي اخر خمس سنين لعب فاينال افريقيا ثلاث مرات وارا بعد واخد اتنين فبالتالي حتى وهو ما هواش البطل البطل حمل اللقب الوداد الاهلي رقم واحد في التصنيف بتراكم النقاط اللي واخدها في الخمس سنين الاخيرة اللي الكاف معتمدهم للبطولة الحالية فالاهلي جي تصنيف اول في تمانية وخمسين نادي داخلين البطولة في ستة منهم هيعفوا من المشاركة في الدور التمهيد الاول ستة طب هيتم اختيارهم منين الستة الاوائل في التصنيف الافريقي تكررها طبعا مش طبعا ما هو بيتكلم على الدوري حالة تمانية وخمسين فرقة ما هو كل فرقة واخد الدور في بلدها انا عارف يعني مبدئيا كل فريق واخد الدور في بلده وبيشارك واول اتناشر دولة في افريقيا من حص عدد نقاط الاندية بتاعتها بيشاركوا بفرقتين مش كل الدول بتشارك بفرقتين في دور الابطال الاثناشر دولة الاولى في اجمال حصاد الاندية بتاعته حصاد الاهلي هو اللي مخلي مصر رقم واحد في هذا التصنيف يعني نتاج الاهلي بتخلي تاخد من عندك اتنين بتدي الفرصة انه ياخد معاه التاني فالاهلي الستة اللي تم اعفاقهم عشان ما يتقلش ازاي مالك ازاي واخد الدوري يا سيدي ما كل الفرق واخد الدوري بس تخليك فاهم انه الاهلي معفع لانه الاول الوداد الوصيف جاي رقم البطل البطولة الاخيرة هو رقم اتنين الترجي النجم الساحلي الترجي والوداد والرجاء الوداد والرجاء والترجي والاهلي ومازينب الكنغولي وايضا ساندونز مازينب الكنغولي تساوى مع الزمالك في عدد نقاط يعني الاتنين كانوا في المركز السادس يدخل يعفى الزمالك ولا يعفى مازينبه فالاتحاد الافريقي في اجتماعه بص على اخر مشاركة فاخر مشاركة السيزون اللي فات مازينب في الكنفدرالية كان لعب سيمو فاينل وخسر من نهضة بركان المغرب والزمالك ما كانش يتجاوز دور المجموعات فهنا تيجت السيزون الاخير رجحت كافة مازينب على الزمالك برغم تساويهم في عدد نقاط المركز السادس فجيت زمالك السابع ومازينب سادس بس انا عزى اوضح ديه لان اقول لك هي بطولة دور الابطال زي الكنفدرالية هي بوينت عدد ابناط بالزبط مازينب يخد ابناط وانت يعني الابناط اللي انت خدتها يمكن في دور المجموعات ما عرفش بيده ابناط في قبل دور المجموعات ولا لا في دور المجموعات ولا لا لكن هو خد لانه لعب فاينل ففي الاخر عنده ابناط السنة دي رجحته المعايير تملي اللي انت عايز تفصال عشان تدخلك هي دي مشكلتك لكن معايير التعدل افريقي هو اللي بيحطها وهو اللي بيطبع على الناس صحيح طيب بمناسبة بقى المعايير والتحكيم لان احنا عرضنا لحضراتكم جزء في التقرير عن ما تم اهداره من حقوق ونقاط مشروع للأهل في البطولة السنة دي البطولة المحلية وناس كتيرة لما انتقدنا الفار الناس عايزة تلبس الأهل أي حاجة يقولك الأهل مش عايز الفار علشان لما اطبق الفار الأهل ما خادش بطولة لا لما اطبق الفار غلط لما انحاز الفار لما الفار فقد عدلته لكن لو عايز تحسبها طبما لما اطبق الفار في أفريقيا الزمالك ما بيخدش بطولة في أفريقيا ها انت بسس لدي مش بسس لدي والأهل اللي بيوصل في فاينل والأهل بيلعب في فاينل وبيلصف هرثين من ثلاثة ولما تم تغييب الفار في فاينل الوداد والترجي الدنيا بازت والمالش ما تلعبش وما تملش وراحوا للمحكمة الرياضية دا بسبب غياب الفار بس الاهل اللي دفع تمانا لان الوداد خد وعد تطبع علينا اتصالح الوداد على عسابك دا الفار لما اطبق الفار في أفريقيا زمالك ما اخدش البطولة دا ردا على لما اطبق الفار في مصر الاهل ما اخدش البطولة ها الفار المصري ايه اللي بيحصل فيه اللي كلاتنبرج شد بشعر ومن اللي بيحصل شاهد شاهد من أهلها كابتن محمد صلاح رجل كان حكم عاش التجربة شاف اللي بيحصل في الفار شاف التدخلات سيبكم من فكرة كاتل الشاي لانه كابتن سامير عثمان حكاها انك انت واصل لمرحلة ان فيه مباراة بتتشد الفيشة عشان يعمله في شاي الكاتل بتاع الشاي لكن محمد صلاح الحكم حكا واقعة ازاي غرفة الفار بتدار في مباراة للزمالك اسمعو هو الكاتل برضو كاتل حمد برضو رأيك في الفار هل فادي الأندية ولا أدراها في الفترة بص هو الحكام او المسؤول عن الفار في التوقيت ده قبل ما يمشي كان بيدي تعليمات غلط للحكام والحكام كان بيستخدم الفار غلط حديك مثال سواء فادي الأندية قصدي في العدالة بس عشان نبقى متفقين اقف الحتة واحدة يعني هو كان تعليماته غلط ازاي هحكي لك موقف حصل في مباراة تمام ولجنة الحكام يعني كانت مع الحكام والحكام تصرف غلط فيه كان فيه لعبة وكان طرفها مباراة فريق جماهير كبير فكان فيه لمسة يد تمام وللمسة اليد دي اللعبة اعترضت وهي أصلا مش لمسة يد يعني يعني متعتبرش مخالفة اليد مش كبير الجسم فالحكام لقى الدنيا دوشة عليه حكم الفار ما استدعهوش فهو رح عمل ايه ايه ايوة بتوليه وراح رايح فحكم الفار قال له انت جايلي ليه انت جايلي ليه انا ما استدعتكش فهو رح يبص في الشاشة ورجع لا 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 خلاص يلعب فالمسؤول عن الفار في التقايد ده يعني قال له لا انت تصرفت صح رفع عليك عشان نلم الدنيا فده المفهوم الخاطئ اصلا اللي كان بيتصرفوا به طب انا اقول انت مش عايز تقول ليه لنادي الجماهيري اماتش لنادي الجماهيري ليه كانت مباركا ترافها نادي زمالك اوكي وقالسي ما تحسبش لأ كانت لنادي زمالك كانت لنادي زمالك فلعبة نادي زمالك جمعت على الحاكم وعايزين لمسة يد فانت قالوا مفروض انت كحاكم تصرف ازاي فيه اعتراضات فيه انذار هيا دي المؤهنة شوف ارجع لكلمة الكابتن احمد جمال جاء وقت الادارة مش الصفارة هو ده اه لمحمد عادل لا محمد عادل اه محمد عادل قال لك جاء وقت هو طليعلك قال لك دلوقتي المانجمنت الادارة دي المانجمنت مش العدالة ادي ضرب الجزاء وهمية الجزيري ما تطردش حد ما تحسنش ضرب جزاء ثالثة للنادي الاهلي مستحقة واضحة حجم النتيجة اخرج بالمباراة كده وكله يجي مبسوط يطلع اصل ده احتواء ماشي عمق الفار مش من حقه يستدعي ويلغي جون ولغى والكابتن جمال الغندون اول جملة وسمعتوه خطأ في تطبيق القانون كان يستوجب عادة المباراة لكن مين من اللي هيعيد مش لما يكون في نية للعدالة اذا الفار وكيف يستخدم اما يجي بقى الواقعة دي تمثيلية بتتحبك عشان يقنعك بقراره ده وصل ايه سوء استخدام فكرة ان الفار جاء لتحقيق العدالة لكن ده جاء لشماعة وتمحيك وتبرير مش تحقيق العدالة بدينك تعمل تمثيلة وتروح وترجع وتعمل اللي انت عايزه ولو الفار اعترض يرجع له الفار يقولك انت جاء تقوله كده وتغمز له عد 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 احنا تمثيلية في ايه في ايه تاني مطلوب في ايه تاني مطلوب عشان الفار ما يعرض لكش اللقطة اللي فيها خطأ على حبيبه ونادي ويحسب له حاجات مسبوقة باخطاء تلغي ما احتسب ومطل المصري بتاع اتنين اتنين اللي اداله مضرب الجزاء في الاخر يا ساد ابراهيم الراجل زائق وفي جون برضو السنة دي نفس الشيء فاول قبل ما تخش الكرة الجون ما يستدعيش ويجي يقول لك اس للك الكرة نطر وده مش من حقه اللعب استقنف الى هذه الدرجة احضروا قيمة هذا الدوري ومصدقيته ولذلك مين اللي قالها الاهلي قرر نلعب بالاشبال في اعلان واضح لان الدوري فقط مصدقيته حد قالها برضو من الناس وسمعتها يعني كانت تعبيرا صادقا على كيف نظر الاهلي لما تبقى من مباراة الدوري لا للغاية المباراة الخمستاشر واحسن فريق وافضل فريق ايه اللي حصل وقتها وبعدها نشوف رأي الاستاذ حسن مسكاوي الاهلي ابتدى الموسم احسن فريق تعرف ان الاهلي واخد الدوري تسعة مرات وربعة تمن مرات وربعة سبعة مرات وربعة خمس مرات ستة مرات وربعة خمس مرات وربعة اربع ثلاث مرات وربعة انا عندك وقت ايوه لا معا ثلاث مرات وربعة وربعة وكونا في كل مرات دي بنقول يا اهلي يا جميل يا اهلي يا عظيم يا اهلي يا حلو يا جوزي يا مبدع يا هديكوتي يا رائع حركة السولي عايز اقول ان انت شغلتنا احنا ان احنا نقول ان الكويس كويس من غير حسابات طب ليه حرك لفتها من بعيد كده لا مش لفتها عشان انا عارف كويس قوي ان الناس لو قلت ان الاهلي كويس اهلاوي احنا دي شاشة وكورة طبعا ما تخرجش برا الاثار ده طبعا فالناس لازم تستوعب كده ان دي كورة لا الناس مش مستوعب طيب انا هبتدي بالأول مش هقعد عد زي لان الناس اللي بتقول لماذا هزي الفرح العرمة للاجابة عنده الساس حسن بس كوي اعتدى الاهلي الفوز المتكرر هيفرح ليه دي مشكلة عويصة يعني لكن انا هتوقف عند البداية اللي ابتداها لان هنا بتلخص الموسم كله وكيف تعامل النقاط سيبك بقى من التحكيم يعني مع الآلي وزمالك الآلي بدأ بداية لحد المطش الخمسة مرعبة وقوية جدا ده معناها ان زمالك بدأ بدأ متعسرة جدا كيف تعامل الاعلام والحكام انك بالاحتواء نلم الاضرار على قدر ما نستطيع وهم قالوا يعني وفكرين ان التاريخ مش حيحاسب لان دي فلسفة البوسم كله استطاع الزمالك دون ضغط عليه ان يلملم اوراقه وان يتجاوز مصاعبه دون ان حد يضغط عليه يفككه وهو ما لم يجده الاهلي من بعد كأس العالم للان ده ويمكن قبلها بسنة لما اضغط عليه بالمنتخب ولم اضغط عليه بتعارض المواعيد بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ولما اضغط عليه بالاعلام والاصابات ولم يرحم احد او يبرر احد او يذكر احد الحقيقة ثم المهزل الكبرى عندما يقر الاهلي اللعب بالنشئين تقيم كل مباراة كأن الاهلي بيحاسب حساب انه الفريق الذي وعد ان يقدم بالنشئين دول العلمة الكاملة لا لم يفز لم يفز ثلاث مطشاة من المدربين المميزين الحقيقة نسمعون هل الامر بقى صعب على النادي الاهلي والزمالك امتلك الزمام ولن يسمح انه حد ياخده منه تاني ولا الاهلي قادر سريعا على العودة كما كان لا طبعا الامور مش هتوصل لا بعد من كده يعني النادي الاهلي مش هتوصلها لا بعد من كده انا متأكد متأكد ان الامور مش هتفضل مشها بالاطار ده مش في لعيبة هتيجي كويس اللعب اللي موجودة كويس اللعب كويس ولكن هتحتاج تعدامات طبعا ولكن مع اللعب دي لما ترجع لحالتها انا شايف ان الامور هترجع لنصابها الطبيعي النادي الاهلي الفرق فيه فن قدرة الأزمات دايما لندها كبيرة كده تعرف تدير أزمتك لو عرف تدير أزمتك في هدوء الامور بنسبالك بتمشي كويس طبعا الكابتر رضا متفائل وانا متفائل ولكن بشرط اجابة على سؤال الكابتن احمد شبير هل يعود النادي الاهلي امان ازمالك امتلك زمام الامور لو تكررت الامور بنفس الفلسفة ونفس الظروف ونفس الطريقة لا طبعا هناك خطر ما لم يكن الاهلي قويا بشكل يسمح لكل هذه الضغوط انه يتجاوزها هناك لو طركت الامور بعدالة زمان بتقول بقى باللفز السخيف مسافة واحدة بين الجميع ها بس انت ممكن تبقى وسافة معه بين الجميع تدفع في اتجاه وتشد في اتجاه اخر وانت على مسافة واحدة برضو انما الاهلي مؤكد بيعمل ليل نهار مؤكد بيعالج الاسباب مؤكد الراحة لعبين مؤكد ان اللعبة دي خد الدروس مؤكد اذا كان لليهم رغبة في استعادة المكانة دي في ايدهم مش في ايد ناس كتير لازم اللعبة ترجع بنظرة النمر الجائع وقدرة الاسد القوي الملك الشامخ افتكروا ان انتو الكواليتي بتاعكم في لحظة ما وضعكم على العرش افريقيا كافضل لاعيبي افريقيا عايزين تفرطوا في المكانة دي انتو حرين لكن الاهلي مش معدش يتحمل احد الا الذي لديه الرغبة ان يكون على قدر المسؤولية وبقول جماهير الاهلي من فضلك من فضلك مش وقت تنظير عن نادي الاهلي كلنا بنحلل كلنا بنقول كلنا دون ان نضغط حلل يا سيدي وعمل اللي انت عايز بس مش ضرورة تحتكر الحقيقة مش ضرورة خلفك الرأي تبقى انت صح وهو غلط مش ضرورة تتحمل ادارة بالفشل لمجرد انها مش ماشية مع فكرك احنا عايزين النادي الاهلي الذي وجدناه عفيا قويا نسق في ادارته ده كلام مهم جدا وعلشان كده كان عدد اليوم من مجلاتنا اليوم ومن اربعين سنة وهو ده يا جماعة قيمة التراث الاهلاوي انك دايما وابدا بتنطلق من ارضية خصبة جدا ومن رصيد هائل من المواقف والممارسة والادارة والخبرات ما شاء الله النهاردة صدر العدد الجديد من مجلة الاهلي يحتفي بالحاوي وليد سليمان تصدر الغلاف صورة لعيب الاهلي وهم مرتديين فانيلا عليها صورة وليد بكل هذا الحب وايضا في الخلفية جمهور الاهل العظيم وهو رافع صورة وليد سليمان وبيقول له عهدناك رجلا على قدر المسؤولية فكنت على قدر المسؤولية شكرا يا حاوي وايضا بيتصدر المجلة الفك الارتباط بشكل محترم جدا بين الاهلي والمدرب البرتغالي ريكاردو سوارش وده اذا كان هذا العدد الثاري اليوم من المجلة كيف كانت مجلة الاهلي من أربعين سنة في مثل هذا اليوم نشوف هذا التقرير مجلتنا في عددها رقم 260 الصادر يوم الجمعة التسع عشر من ربيع الأول عام 1399 هجرية الموافقة 16 من فبراير عام 1979 جاء عنوانها الرئيسي بدء العد التنازلي للبطولة وفي بقي عنوين الصفحة الأولى الإسماعيلية تخرج للترحيب بالأهلي في لقاء اليوم الهام وفي عنوان آخر هذا الفريق الكبير الذي اكتسح الزمالك في كرة السلة والأهلي يستعد للبدء في تنفيذ مشروعاته الاستثمارية وتحت عنوان مشكلة مزمنة متى نجد لها حلا جذرية تطرقت المجلة إلى المشكلة التي يعيشها الأهلي مع بداية كل موسم كروي والخاصة بإذاعة مبارياته بالتلفزيون على الهواء كما أبرزت الصفحة الأولى خبر وفاة ابن النادي الأهلي البار الكاتب والمفكر الكبير فكر أباضة والذي أفرادت له صفحة كاملة تحت عنوان فكر أباضة وداعا أبو الأهلي وعلمه الخفاق الذي ودعناه بالأمس قصة ابن الأهلي الوفي أعطاه طفولته وشبابه وشيخوخته كما تطرقت المجلة إلى ترأس سيد مرعي الرئيس الشرفي للنادي الأهلي اجتماع مجلس إدارة النادي لبحث جميع مشروعات النادي ووسائل التمويل وعلى صفحتين كاملتين تغنت المجلة بفوز نجوم الأهلي على الزمالك بطل دور السلة وأبرزت تألق المارد أدوارد ووصفته بأنه يقيم بمفرده مظلة جوية على سلة الفريقين وأرجعت المجلة الانتصار لحماس اللاعبين والمدرب الصابر والإداري الناجح مشيرة إلى أن أمل الأهلي كبير في المنافسة على بطولة الدوري وكتب الأديب الساخر أحمد بهجد في مقالته بعنوان اكتشافات هامة عن نتائج دراسته الأكاديمية الخاصة التي أجراها حول اهتمام الناس بالكرع وفي الصفحة الثامنة كشفت المجلة أن كفة الأهلي هي الأرجح للفوز ببطولة الدوري مشيرة إلى وجود سبع مباريات باقية أهمها الإسماعيلي والاتحاد والمنصورة والزمالك وأن التعادل في هذه المباريات المهندس عدل القيعي في عموده خمس أهلي فأشار إلى أنه مزال مؤمنا بأن الإدارة هي أهم عناصر نجاح أي عمل وتطرق إلى النجاحات التي حققتها فرق السباحة بالنادي بعد أن أسندت المهمة إلى محرم الراغب الذي حقق لمصر والنادي الأهلي المركز الثالث بين أندية العالم وطالب بأن يتم اختيار الشخص المناسب في المكان الملائم له بعيدا عن المجاملة والحلول الوسط وفي الصفحة الأخيرة حوار مع حمدي جمعة الوحش الجديد الذي يتقلق في صفوف الشياطين الحمر شفتوا اللي ملوش ماضي ملوش حاضر وطبعا صعب يبقى له مستقبل اللي لفت نظرنا في عدد زي ده جماعة 1979 الأهلي مهتم بتنمية موارده والبحث عن مشروعات التمويل والمهندس سيد مارعو كان واحد من الوزراء الكبار المهمين الباريزين وقتها هو رئيس شرف النادي فبيدعى رأساء الشرف لحضور الاجتماعات كان تقليد مهم طبعا تقليد فيه كده قيمة مش كل الاجتماعات الاجتماعات اللي انت عايز منها فيه ذاتها طابع خاص هتناقش أمر خاص محتاج خبرات على أساسها اخترت ان ده رئيس شرف النادي الأهلي محتاجوا يخش معا لكن يلفت نظرك ايه وكأنك تتحدث اليوم شوف بكل آليات الاحتراف اللي احنا فيها بتتناقش ازاي في المشروعات والاستثمارات ازاي بحث وسائل التمويل ازاي ان الادارة اهم مع عناصر النجاح ازاي ان تجيب واحدة محرم الراغب وتقول له عم مش رفع السباحة وما فيش مجاملة يستحقها احسن رياضي في مصر سنتين وراجل بطل كبير فتوصل تبقى في مكانة عالمية في السباحة بعدين شيوخك اللي هو مش فكري باشا أباضة العدد ده كان بيقبن رحيل فكري باشا أباضة عالمات بارزة مش في في الاهل في مصر الموضوع جماعة الاهل كان مؤسس تأسيسا سليما وعناصر الاحتراف موجودة في ظل الهواية ولذلك كان دائما يقول له اتعلموا الادارة والنادي الاهل ومازالوا بس المكابرة المكابرة او محاولة لاي الحقائق لأسباب زي انك تسلط للضوء انا جمهريتي اكبر هنشوف دول هم الدنيا كلها في الحتة دي المدرع مالكش دعو بقى بالحقيقة فيت عشان اقول لك رعايت زرعتك قول يا عم وروح جيب احنا هنقعد ندخاني على ايه السوق هو اللي بيجيب مش حدش بيدي طيب كان من ضمن الحاجات المهمة ايضا الحديث عن فكرة الادارة الادارة ما هو انا مقتنع بدي اي هو نعني النهاردة هقول رأي مش مقتنع بي من يوم اول يوم اي الادارة اول عناصر نجاح لان الادارة ولما سئلت قبل كده داللي قلت داش حتى قالك لالي يجيد فن ادارة الازم بص سئلت في السبعينات برضو داي هو انا افضل رئيس النادي صاحب السلطة ام صاحب المال كان رد دي بسيط جدا صاحب الفكر لان صاحب الفكر حيجيب المال صاحب الفكر باسم الاهل يستطيع ان يتعامل مع السلطة هو صاحب الفكر الادارة مش ان انت تجيب واحد ونفس الكلام لما اجيب واحد اه اذا اتزنأت يسندني لكن لازم اضار بألياتي وباقصادياتي اذا لم اكن املك الاموال اللي اضغطيني من المخاطرة ان ابدأ وانا بقول هاعتمد على حاجات مش عارف حتيجي ولا لا وهو ده المعيار العالمي للسلامة المالية والشفافية المالية وبمناسبة السلامة المالية والعالمية انا اعتقد لعب احترف بره كتير زي احمد حسان ميدو لما يتكلم على منطق وحقوق التسويق وحقوق الرعاية على انها بطاقة تموين كل نادي لازم ان ياخد قد التاني هذه قيم تسويقية الناس بتنزل السوق وقاليات السوق هي اللي بتفرد نفسها هي اللي بتقول ده بيساوي كام وده بيساوي كام لكن المسألة مش ابدا مخاصصات تموينية كل واحد يطالب بيها ويطالب بالمساواة ده كلام اعتقد بعيد تماما على قيم الاحتراف الحقيقي الحوار لخاصيته جملة هو دي رسالة انا وسيادة المستشار مش هنيسمح انا وسيادة المستشار هو الرجل بصالح فليكن دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التساع مساء الاثنين القادم ان شاء الله تصبع على خير اشتركوا في القناة